موسيقى 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 كل مرة ببقى رايحة قبلك فيها حسن بحس ان انا قلبي هيوقف من الفرع كأنها اول مرة بقبلك فيها حسن من كتر ما انتواحشت ببقى حسن ان انا نفسي عد معاك على طول املي عيني من ملمحة موسيقى حسن ايها عليك يا حسن بقد محد يشوفنا عندينت عليها إيه الحلوة دي؟ بجد يا حسن فستان عجبك؟ فستان؟ ليه هو اللي عرفه استان؟ أنا بتكلم على اللابسة فستان آه عشان كده العيلة على الإيمة تحت قاعدوا يعاكسوا فيا وأنا دخلي يعاكسوا فيكي؟ هقاوه إيه حسن في إيه؟ هو أنا بجد مش حلو أشبه البنادة للتعاكس يا حسن؟ واحلة منه كماني كده بس مين المجنولي في اسكندرية ماريا كلها يفكر يا عاكسي؟ كلناس عارف لتتخص حسن ورسه بس خلي حد بس يفكر وبصليك شوف إيه حصله إيه؟ هيحصله إيه حسن؟ أمه هتزال عليها بعدين تعاليها يا بيدي؟ كنتي إيه اللي ناسلت بتستان دهاني؟ يا حبيبي إيه أنا جاهلك إنت وما أنا رايحي لحد غريب وبعدين بجد حسن بجربة إنت بتحبيني قوي كده للدرباتي؟ بايور درجة النهار ده خير بكرة خير بعده بيت أنا كل يوم بحبك أكتر بلي من لدي أيوي يا حسن حسن خلاص يا حسن والنبي خلاص طبعا الأكل هيبرد خلاص طبعا خلاص طبعا عشان خلاص ماشي كنت خلينا شوفيه بقى عملي قولنا بدي كرحة هيعجبك قوي 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 حسن إيه العمل دلوقتي يا رأس رشيدي؟ ما شوف لنا حل في الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي هيبقت فردة اللي يا رأس رشيدي؟ المرة اللي فاتت عدتها لكم بمزاجي وقال لي عشان ما فيش غيركم عمال في المينا جراس فاتح ايه ما تحسب علي كلامك فردة اللي بتتكلم عليها احنا بتتكلموا في علاق العمال الغلابة دوت خلاص يا رأس رشيدي اللي أرساس فاتحي مغلتش وعمره ما كان عرق حد من العمال ولا رجالة كان عمري اللي أرساس فاتحي لكم تعدتوا صندوق ولا مصمار حتى وما بطكوش كاش وقال لكم وقال لكم بس 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 التواهم يعني انت يردك انت يا رأس متوالي انه يجي كل يوم الصبح يا رازينا ويدخل يقعه بعد كده في فكتب المدير يشربوا الشاي في التكييف وإحنا يطلع إن أبونا احنا ما حدش يكلمنا الفلوس بعد كده حق العمال الغلابة دي لازم ييجي خلاص يا رأس رشيدي خلاص ايه ده بس كده يا أبو حاسن يلا بينا يا أستاذ فاتحي انت كلامك هيبقى مع المدير وبس اتفاضع ايوه يا أخويا خلي كلامه مع المدير ما قدش شدي كده عليها رأس رشيدي ايوه 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 ما مرضو حايز اللقم تعيشنا يعني اللقم تعيشنا وانا بوجع قلبي عشان ايه مش عشان اللقم تعيشكم ده انتوا بتدوروا عليها ايوه الله يعني ينفع كده يا رجالة ينفع لها بيقولوا الكلام ده هو اللي مش باتحب على لهم بتعيش كبارده ولا ايه خلا خليكم بقى اشتغلوا بالصخرة اتعيلي يا ورد السنة دي تعدى على خير ان شاء الله هتعدى وبتقدير كبير كمية بتقدير كبير ده أنا السنة باخدها في ثلاثة الشهادة من اول مرة صباح الفل انا متأكده قلبي بيقولي كده صدع قولي يا رب يا رب استنى يا حاسن استنى عشان الشئ الشئ ايه انا حسن يا باش مهندس مفيش اخبار لسه اللي ايه اتطمنا هينجحوا بتقدير كبير كمية يسمع من بؤك ربنا يا بنتي بس انا الحسابك بقى المرادة لو راحت منك ورد هي اللي هتزعل اكتر مني انت حار يا ري حاج انت جاي النهاردة تهدي الفوس ولا ايه يا سيدي وريني جدع انتك انت ما تيلاقش واحد صعب يكلبني بيقولي نتيجة الدفع كلها زي الفل الحمدلله يا رب طب ما ازاكش يا ابني امتة ولا ازاي امتة انا اتبت كتير وكلنا هربست عن دور عشان اوصل ورد واجيبك اتعقير الناس طلبنها مني وهراوح لطول ماشي شو حاجة اركبه بقى يلا يا ورد طيب سلام عليكم تعالي يا عم انا بهرج انا اسيب اكتبش انا اتصرف هنا ماشي عارفك تموت في الترميات ماشي هو اللي عملك السي في دا يا زكرة زكرة محمد طب البرعي زكرة ما يعرفش ان انتي هتتسقدي عن كل الشغلانات اللي كتبها هنا يعني كان عملك مكان ولا مكانين وخلاص لو انها يا مادام انا اشتغلت كل الشغلانات دي كلها بحق وحقي ما حدش كتابلي ولا كلم ام وسبت يوم ليه يعني لما كنت بلاقي شغلانا احسن ورزق اكتر كنت بسين يعني فلوسة هي اللي تهمك لكن الشغل لا لو زهون زعقلك واتهمك مثلا انك سرقتين هتعمل لي ايه؟ ام ام مش هتكلم ولا كلمة هو عايزيب ويقب كل ما هو عايزه مش هتحبق قلص ومش هقول حاجة خلص لك مرجع لحضرتك ام تبدو ما سبكيش بقى تعملي اي حاجة واصر على انك سرقتين ام ما عرفش قوليلي انا ليه اشغالك في مكان زي ده فيك ايه ميزك عن غيرك فيك ايه شايفة في نفسك قوليلي ولو حاجة واحدة غير انك شايفة نفسك حلوة ام طرفي تعملي ليه مرحب فا سبري امي ديه انا ها انا هزيها هادر يا ماما هادر هادر يا عبالي يا رب يا عبالي يا رب يا نادية يا نادية يا جميل عبالي يا رب كده لما افرح بيه يا عبالي يا رب يا عبالي يا عبالي لا تسمعينها زغروت يا نادية مبلوك بسم الله ما شاء الله اللهم صلي على النبي حلقه يا مامو يا عشان تستانيك يا عروس سلم ايديك يا نادية شكرا يا عبالي يا عبالي يا حبي يا عبالي يا حبي يا عبالي يا رب يا عبالي يا بنت حلوة إسكندرية قوي قوي بحس إنها فاضية وجميلة كده وإنها العاية كل مال ده جميل بحس الدنيا بكلها حلوة عشان كده جيت ستبتل معها نفسي خليكي شوف كل الدنيا حلوة إسكندرية بس عارفة نفسي عوجيك وعد البحر إنها حتى ليوريكي العلم كودة ياه ده حلوة حلوة قوي حسن يا ربيك حقق ياه نعم تحلامي بس لها كل حاجة من يديك ربنا خليكي يا حسن الحمد لله يا زكرا الحمد لله يا محمد بس يالا انت وهو زكرا بس يا زكرا أيوة يا أمه بس يالا انت مشوار محكيني تلمط زايل زك يا خالة خير عملت إذ مشاويرك حيبوا يكلمون يعني لو كلموك هتعمري كل محصل بعض حيفرق إيه يعني عادي من شرق شين انت رسم الدماغ لا إزاي إزاي بيت يا زكرا إحنا لازم نسأله ونتقاصه ونجيبه الترتيرة كمان ترخيك وسح الله إنت إيه إيه اللي موسخك كده أي وسخة موسخة هو في إيه في حياتنا مش وسخ ماشي يا بنت مرات ماشي اللي يصبر حيوغبر بصي بعنا دول عينات الجيب ودول عينات البلايس اختار محاسن إيه؟ مالك يا وليا مساهمة كده هو بكر يختي ربنا يعدلها إن شاء الله ها وأنا يا عمى بالله الأيام بتعدي والبت بتدبل وصد عيني أنا لما كنت في عمرها كان حسن اسم الله علي على إيدي عنده ثلاث سنين ياختي الزمن غير الزمن بيتك زي الأمر وفعز الشبابها بكرا إن شاء الله ربنا يبحت لها اللي يقدر ظروفها تفتكر يا وليا؟ أيو عليكي طول عمري أحمص لك الفول وحطها في بققتك ليها مني لأخد منك لحمدة ولا شكرانية بكرا تقولي شو قيلت عارفة لو ده حصل هحليلك بؤك بحلاوة مع ملهاش الحلوان اللي بنا مصر ماشي يا أختي لما نشوف جرا يا وليا هتقود يطلق لكي بعاية ما تقوم تشوف الأكل اللي عناها حاضر برطة يا أختي قوم تلح لحيلة شوية بليلك حاجة يا بعدك اللي قدر ظروفك يا بنتي وعندما عاد الملك الحكيم من رحلة هقولك وعندما عاد الملك الحكيم من رحلة الصيد الطويلة ووجد الأميرة الصغيرة عادت لها بسمتها الجميلة بقولك إيه بقى يا شاك أنا عايزاك تنزل تكملي القصة دي تقريها تحت في البيت مع بقيت الواجب لنا بدي تخولك نسيب البيت مفتوح ليه؟ يلا حبت واسيبي بقيت الكراريس أنا أصححها خلاص هتي بوسها يلاحظ تلي مالا عم عطيه ها؟ يا عبي تما أنا كده هروح مني اغصح ليك يا حسن ما تقولش كده حتى لو بهزر بجلب طي ما عايزاك تقول إن احنا عنا بدل دايما مع بعض وحتى بعد الشر بعد الشر لو في أي حاجة وحشة حصلت هقول أكيد أنا لعب مني وهو أكيد أنا غلط فأنت اضطررت تعمل كده هعمل لي يعني تفتغني ممكن أبص لحد أخريك بحر واسكندريف هي ألف بلطين بس فشل ورد أحده بس بس حسن هيبت بحبك طولت يا فنقوي هيا المرض الجاية هتبقى الساعة كان هتبقى الساعة سبعة زي دلوقتي جد هم بتعطي الحالة هتجيبه مني ما قلتلك سبعة خلاص سروح انت نروح بكرة يا فلي باب وراك شوفيه الجيبه كتب شوفيه يا زي بايومي طول ما انتو بتعملوا الحديد بالطريقة دي عمره ما هيطوعكم اا 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 عم جومع همما لنتعيزهم يعملوا الحديد ازاد ما هم لازمن يعملو كدة لازم يدلو على دماغه عстраان يطوعهم كان طوعهم candidates đến البوع شوفيها بايومي الحديد ده عامل زي النساء تدّيله على دماغه ينطف ويشك ويحرن عليك إنما تعمله بحنية يطاوعك ويبقى زي الفل يلا شوف التحويلة قبل ما القطر يدخل ماشي يا رايز أمام حصول ولا ليك عليّ يمين أمم كربسينّا في صندوق كده ولا تقفزت الفراغ من أبو إير قالك منتاش طالع غير في مينة نابو ليه إيه مينة نابو لديك؟ روحت نابو ليدي قبل كده حصول عالم عجيب ما يعلم بيه اللي خلق الخلق قوم راح إيه؟ قوم واحد من اللي كانوا معاني ها؟ بتقولش ما تسوس علينا؟ أم زرّت زرطي؟ قاموا كابسين علينا خفر السواحل بتقولش زرطة سرينة بدي المفضوحة وقاموا عكشيني ها؟ على المراكب بتاعتهم وقتك يا تحيق مش أطاين بالطلياني إيه؟ بس إحنا مش فاهمين حاجة بس الشيتيمة ما بتلزعش واحنا برضو ماسكتناش قمنا مترطرين في بحرهم وقاموا عكشيني وبرجعيني هنا واديني قابلتك من غير ميعاد اكتن بقى، اخرص خالص ولا تحب حشيلك لسانك اللي عايز الحش ديه؟ ملاقيش معك سجارة؟ أنا مش عايز أسمع صوتك خالص يا رب تكون غريقتن علي غرقه واستريحت من وشك ولا حتى لب وزداني؟ يا حصول، أنا باستحلبك في الكلام تستحلبني؟ إيجي وابدحلبك واستحلبك في الكلام هون صلي بعضيني اخرص خالص، صدعت الماخي حبيبة كاني وريني رجلك كده صباح البرد لا تخافش، تخافش لا، ما فيهاش أي حاجة خالص، صميني ما فيهاش أي حاجة خالص لا، ده بيتدلع بيتدلع هتيله بس رباط ضغط وهو هيبقى كويس إن شاء الله مش بحتاج أكتر تجبيله رباط من بعض هيا يا حبيبتي إزاي؟ تعال يا حبيبية أهل السلام عليك سباح ربط سباح ربط صباح ربط بستنى سنوش، بستنى شوف بستنى شوف فيها يا كابتن انت عرفت من إلي إن كابتن؟ انت عاصر من دي؟ بتلعاف مركزة؟ هجوم هجوم؟ يعني كده وكده وحركات دي هتجيب جوان؟ ايوه طبعا هو راجل الكوري يا دكتور هي لجابالنا الكافية اتخارمي مش مشكلة ولا هجيب لك ديها انت هنا انت اسمك ايه؟ حازم حازم طيب اسمعي أنا حازم بعد الأشعة وأسبوع تعد علي وعكب لك واحدة أحنا من دي يلا تعال معي يلا على الأشعة تعالي برحب ألف سلام يا حبي أخذ يا أمي تعالي اسند علي منش عرفش إلا كورة يلا يلا بسم الله ما فيش حاجة ما فيش حاجة دايما انت عبني تقلبني أهلا أهلا أكل بي أهلا معليك لو كنت اتأخرت على كده كنت هبتدي أقلة وأقول انك مش جاي معقولة معليك إزاي تقول الكلام ده في حد برضو ممكن يتأخر عن يوم فرحوا شكلك كده بانويت أخو دي مالكة هاني أنا جبته النهاردة لتكريمه كراجل صناعة مش أكتر لكن بقى لو عينه زاجت كده ولا كده أنا مش مسؤول أكرم يا أمر بس وانا أخطبه حياتي يا بختك يا أكرم بيه بعد يزلم عليك فضل فضل يا هاني رجل مبالغ فيه هو دايماً بيضحك على أي حاجة كده أن تتقولها؟ هو لا لسه قلت حاجة هاي عادل إزايك يا نور؟ هاي إزايك يا عادل؟ أكرم إيه؟ ما لك يومين يعني مختفي وقفل تليفوناتك؟ لا عادل بريح شوية بتريح؟ أكرم الكرام لم تفخر بزارة الصناعة يوماً بتكريم واحداً من رجالها كما تفخر اليوم هو كما تعرفونه واحداً من الرجال الذين نهضوا بالصناعة المصرية على أكتاف شابة فتية هي المستقبل الحقيقي لهذا البلد السيد أكرم البادل أهلاً أكلمين معليك أهلاً أهلاً رجل مرسى خير معالي الوزير إستاذ الحضور طبعاً أنا سعيد جداً لوجودي ما بينكم النهاردة متشكر معالي الوزير على هذا الإطراء بوصف شخصي متواضع بوصف ضخم زي لا حقيقة في الكام سنة اللي فاتوا واللي كانت وزارة الصناعة تحت قيادة معاليك شاهدنا جميعاً بتغيرات كبرى في السياسات وتطورات أكبر في تنفذها كان من أهمها على الإطلاق صناعة الفساد الإداري في أسوأ صوره ترخيص لأشخاص بعينهم طبعاً علشان ينهضوا بالصناعة تخصيص أصول لمصانع أجنبية والمصانع المصرية مش لاية تاكل دا غير بقى صمصرة العقود إلى جانب طبعاً إنجاز معاليك الأكبر وهو تخطي الحد الأدنى للرشوة حاجز المليون جنيه داخل وزارة بفضلك يا معالي الوزير كوادر كتيرة قوي في الوزارة بقوا باسم الله ما شاء الله اللهم اللي حسد بقوا من الأصحاب الأراضي وأصحاب العمارات والشليهات وكله متسجل الأسامي كلها متسجلة عندي معاليك فأنا بعتذر بشدة مش هقدر أقبل تكريم معاليك لشخصي المتواضع عشان ما يشرفنيش هجل موجه هكن سلام عليك قريبا سلام دكتور أمشير دكتور أمشير في ذلك توفي ذلك قريبا عجب 온ك نعم شوق أهلاً أنا عديت على المستشفى قاله لحضرك بتقعد هنا على كلها نعم أنا جاي بخصوص الحاجة أمينة والدتي تفاكرة؟ آه 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 ربنا خليك ما بس شابس آه خير مالش الحاجة لسه تعبانة والكحن بعيدلها والقراس مش عاملة معها أي حاجة مش عارفة اتنين مين اللي قالك أن الأقراس بتخفى؟ نعم مفيش حد عنده حساب يخفى مكوحة قول ترمس طب لو في داوة مستورد ممكن رايحة مفيش مشكلة نجيبهولها مستورد؟ طب انتي لي اسمك ايه؟ اسمي حسن موسي يا حسن يا ابني مفيش داوة بيخففها يعني ميه؟ عمرك سألت نفسك لين قراس بتبقى مدونة؟ مش هاحمر واغدر واصفر معرجان ألوان عشان بتدعو للأمل والتفاهم وهي اتجارة في اتجارة بيتحكوا على العيان ويفهموا انها تترففك وهو بيتحك على نفسه كله بيتحك على كل ما سلام عليكم ازيك؟ لو رحت مره ملقيتنيش هو يقوم بالواجد موسيقى دكتور احنا وصحب موسيقى دكتور ما تكتب لها على ورسين وهم يعني تنقدر على اتنى ازرق بس سقطر من ازرق عشان حاجة بتخفت من الحزن قاضي ريس ده ده كرسين كل إتناشر ساعة كرسين كل إتناشر ساعة مش هعمل حاجة برضه نعم النهارده السلك بتاعنا بقدم لكم وقراء كتير حلوة وغميلة أما الآن فنقدم لكم نجم الكوماتية الرخيصة صاحب الفيسة في العزوز السلام عليكم ازايوا اي حاجة تنايمة ولا ايه بس حكاة صحصحي لسه بدان لهم طويق ايه يا حاجة ايه الكرش من التواجل كتير وغلية من نسبة الكرش يقول لهم مرة واحد بكرش جبل واحد بكرش جاله مع الكرش جاله معفتي كرش اشتركوا في القناة انا طول الطريق سعيبك لتليفوناتك ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده مش مهم يا حبيبي تفهمي اصلا ده تلاقي الوزير شخصيا مش فهم ايه اللي حصل وليه اصلا ده يحصل انت مشوفتش الناس كتبتبصيلي ازاي لار لو عن ناس متعقل عينيها كتبتشغولها بحد تاني خطفت الانظار انت بالكلمتين رؤيتهم دول يعني هوا الموضوع مجرد كاموفلاج انا لو اعرف ان الموضوع كده مكنش جيت معاك اصلا ايه يا جماعة فين مارو معقولة اكون جيت له مخصوص ومشوفوش ولا ايه مارو دفنت لي نام من بدري طب اقومي تطميني عليها ولا شوفيها تعملي ايه يلا ما خبيش عليك يا اكرم مراتك عندها حق انا نفسي بتتتخاف منك مشكلتك الازالية يا عادل هي الخوف بس لو بدأت تتخاف مني فدك وعيس انا بتتتخاف منك على نفسك في الاول كنت اكرم اللي بيفكر الف مرة قبل ما يخطو خطوة واحدة لقدامي دلوقتي بيدوس الاول وبعدها بديمي وبعدها الكل بيفكر في اللي عمله وبيتسقفه وهو المطلوب وده طبعا مش متوقع منك خالص انك تفهمه لانك لسه زي من بتفكر في مبارح تفكر في بكرة يا عادل وشوف تأسين اللي حصل النهاردة على الكبير قبل السهولة الصفة الزايدة بتلخبط الحساب هدراك حبيبي احنا ما بنلعبش حساب احنا بنلعب سياسة والسياسة لها قوار والكل قادة استثناء لسه بدرا عليك هاولاعات عبل مدفع دلوق عاو استثناء بيتسي شوية تالك يا ناجي هاتي ازا توم من عندك من جو اسلامية كحاجة احنا هاولا شنطك شوية موعين في الحوض ياختشعوش يكوني الاول موعين بعدين ولا حتى بوكرة اخلص فهو اي محاسن اسمال عليك الهلوبة وهو ملوش نفسه هلا ايه هو مين يا حج هو مين يا حج تستهبني ولا ايه اخوك يجومها يا اهلا الله انت عايز دلوقت ولا حاج أصانعني بقول ان حسن اكيد رايحنو احمل له اكل الراجل قادل واحده هو اللي جاي بالروحه ما هو قاعد نايم مخفوص على عمره في المحضة وبعمل لي سأل المجازين جراء اولاية ما تعملين لوقت لحاله السلام عليكم وعليكم السلام ابو علي أبو علي أريدك حاجة أزاك ابو علي يوعد عايزة ماشي الحمد لله احمل لك شاي حسن احمل لك شاي حسن انت بدأي ليه هو مراحق شوف يا ابني انت من يوم ما طوعتني وعملت المعادلة ودخلت كلية الهندسة انت حققت الحلم اللي انا بأحلم بيه الحلم اللي انا شئيت وتعبت علشانه طول السنين ديت عشان خاطري عشان خاطر أبوك ولولاية عندك معزة كفاية علمينة كده يا حاجة ما تقوم تساعد أمك قاعدة بتعملي ايه اقومي ما في حاجة واشي انت بدل يخد الشهادة واشتف المهندسة ايو عشان تشتغل مهندس مش مكان جيد قدينا فيها ما انا هشتغل مهندسه برضو في الميناء بعدينك خلاص حافظت كل حاجة والناس كلها بترجعلي في الكبير قبل الصغيرة كمان يا ابن انا عايزك تسيب الميناء دي ودنيتها عايزك تبصر بره بقى العمر بيجري ولا انت عايز تبقى الاسم مهندس والفعل ادارجي واللي هنباد فيها نصبح فيه يا حسن انت لسه صغير وحسن بتاع النهاردة غير حسن بتاع بقرة والشهادة هتفتحلك السكك المقفولة سكك ايه؟ سكك ايه يا حاجة هي البلد فيها شغل ايوة فيها شغل وانا اتكلمتلك الناس بتوع البترول وهيردوا علي بترول ايه بس وبتاع ايه؟ يا حاجة ده انا جاي اقول لك رايح بقى من الشغل ايه؟ وحطوبك وانا كنت مربيك عشو انت راضي وابقى انا زي الحريم ولا ايه؟ مش قصدي حاجة مش قصدي ايه باجيلي وقول لي سيبينينا سيبينينا ببطا ما بتقول ايه يا علي؟ ما بقولش حاجة مالك لاو يا بيوزك لا انت الاخرى لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عوض علي عوض الصبرين يا رب لا اقول لي يا دكتور هو النهاردة كان في الشهر تمانية 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 يعني انا بقى لي سنتين وتمان شهور وثلاثة ايام معك في المستشفى اه انا مش جديد الله هات ايه الشرمي مش كده تبقاش راشير متضحك عليها لان بص تمانية لايك تسأل لي بقى السؤالة بسأله عشان اقولك اني مش دكتور جديد معك وفي المستشفى زي ما كنت بتقول للراجل كان معك من شوية انت كم مرة تقولها سيب الطب و بعدين ترجع في كلامك كتير انا بقى في كل مرة بتقولي هاتسين فيها الطب و بعدين يبرك جديد يا علي محدش متردد زيك كده يادر يقضي عمري كل بحدي واحدة وازم تعرف انت عايزيني انا مش عارف انا عايزيني بس ممكن اكون متأكد من اللي انا مش عايزه مش فهم حاجة يادوك احنا متعامل مع اسراء الحياة والموت جن ببعض صغلانة صعبة ساعات كتيرة لما بفكر وازها واقول انا عايز اسيب مهنة الطب دي درجع واقول واسيبها ليه انا هلاقي اجواء زي دي فين فبقرر اكمل اجواء يا علي مين اللي ضحك عليك وانك كلام الفارغ ده الطب ده مجرد تسكيل العلم ما توقفش مينة مزايفة بتقنعك بالشفاء مع ان الموت وقفلك في كل لحظة وعمل يوص عليك الشفاء الحقيقي علي والشفاء من الموت وده ما تحصلش نفهم حاجة منك لله يا شيخة ده الوض محر قلبه بتدوسي على لقى ليه حرام عليكي بالحضني يا ابا وحشيني خطتني كانتك ستين نيلة حب الله على سلامتك عبل الموت يا حاجة والله الودي ودي كنت ضربت نارك على ود رجوعه يا أخي كنت تضرب النار فيه هو وريحوني من كنت الجولز طب السلامة انت عمعيد وسلمني على عبوها العمدة اه ده انا جايب لك صفوفك دعم البرشان بالدولي البهيم هناك تكلت على الله انا مستدعتش لما دور العمدة اتصل بي وقال ان بسلامتك شرفت رحت في ايه ورجعت في ايه يا ابني الموكوسة بقى اهديه مقابلة تقبلاني برضك يا اما ده بدل ما تاخديني بالحضن وتعشكيني ده العمدة اللي اسم العمدة وبعتلي عمعيد يستقبلني في المركز يستقبلك والله يضمانك يا خايف ورجع لي ايد ورا ويد قدام لا ايد ورا ويد فحديد خش تخر ياما عاديني جنبك والنعمة برك انك مروحتش لحوق كان زمانك فقرت وجبت فدلك وانت راجع النصيب بقى يا اما هنعمل ايه لو انت السادق ده النصيبك اللي اعدال في رجلي العمر كله انت طبخة لبا وزداني ما تدله نعم يا اختي انتر اخرى حلام عليك بقى بيوم ايه؟ ايو عم جمعة خد امسك السجارة دي وعايزك في صح صح كده لان الاسماني داخل نياد لما نعدامها الطم كله تماما انا صاح اه انا حقيت الكابسولة عشريت عيبة رايز كله تمام الطم انا رايز الله يا الامن يا ابني الكل يا ابني الكل يا ابني الكل معزبه معاك انت يخذوه معاك والله ايو اللي معزبه احزب ازاي تعال تعال تعاكوشي جوه عامل ايه؟ انت مام اعمل لك كوباية شاي تعدل دماغك مينش اناعدل طيب 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 أبو علي أمك موصية تقوللك الي الكلمتين دول هي آآ طيب اقوللك علي حال ما تجد عيش عندنا وقبال مرة صلح كنت أم على بعد اا آآ ام خلاص قبلة لبت عاملة زي الأطر لما تتخلق ما بتشوفش قدامها انا يا را sstra ناخد الشهادة واسبط في شغلانا ونتجاوز على طول تتجاوزوا فيه باب شايتها؟ شايتها؟ ليه؟ هتتجاوز لو اي؟ خلاص يا عامة اللي مش لو اي ما تتحميش او كاده الله، ما الحكاية في بعضيها من زمان وحدك عن فرقك عن بعضيك وامركك صحيح مهم؟ أبوك عمل ايه راخل؟ مبسوط شايف الدنيا كلها ما اتعلقها عطارة في الشهادة عايز نخلع من مينة بأي شكل ما تريحه حسن؟ من هرايحه؟ هو كمان شايف لي كم شغلانا ومكلم لي ناس كتير بس عايز عليك سؤال بقى تفتكر بعد ما اخد الشهادة في حاجة هتتغير طيب الله أولا كلام الناس العقلية لا يرحمك يا الله ايه يا بتي يا حنو هلو نساء الفل على احلى زوزة ببر اسكندرية وضواحية هتنمتي ولا ايه يا بتي؟ نمتي ايه يا اختي ده انا صحية من كتر النوم وان وراي حاجة هيبقى وراكي انتي قصدك ايه يا بتي؟ قصدي انك اتقابلته هتشتغلي معايا من بكرة اتقابلته؟ والمرسى بول عباسي انت بتتكلمني جد؟ وجد الجد يا بتي زي ما بنقولك كده المادام قالت لي كلمك عشان تيجي تستلمي شغل ما من بكرة ايه يا بتي تكونت المرقاة علي؟ والمرسى بول عباسي ما بنقولك كده اختي اتقابلت ازاي؟ ده انا بعد ما قبلتها وقلت دي مش هتشوفه شي تاني ولا يمكن تشغلني فشر؟ لا يمكن في عينك يا بيت ده انا برضو حنونا والأجر على لدي وانتي بستقلي بايا ولا ايه؟ طب والنعمة والنعمة لطور رقابتك يا بيت سلام يا حبيبتي سلام مع السلام يا حبيبتي اوه يا حبيبتي اوه اوه يا شو؟ أحدك تدي ميروحتي شلي؟ انا هينة بابتري ساسك قلت يا عيني امك تاخد بالك مني؟ يا شوي ما قلتلك ما تيليش بق؟ بس يديني بس الشويه تويت هو حسن، هو حسن، هو حسن يخلي بفاتك ليه؟ هاي باشو، هو حسن عمر أقلم عاكي في عجل؟ لا يا أخوي، وهو ده اللي مطميني، ربنا يحمي الكوسترع معك دي رايش، إيه أنا روح أنت، أجي أوصلك؟ لا يا أخوي، خليك مرتاحة، يفتك عمي خلي بالك ها؟ فتك بعدي لما سنعت حسن بيتكلم مع شوق عالسلم، وحاسيت أن أنا روحي روحت مين؟ كل حاجة كانت بتعملها شوق مرت في دماغي زي الفيلم لحفتها لما حسن بيتأخر في مصر، سؤالها عليه كل شوية لازقتها في البيت لما حسن بيبقى معينا، المشاور اللي بتخترحها عشان حسن يعملها لها كل حاجة عملتها شوق فجأة بقت مفهومة قدامي كل حاجة عملها حسن فجأة برضو بقت سؤال ليه حسن؟ مين؟ مكوى ده انت ليلتك شو ده؟ بنتعلمك واجب الفصان ده يا بيت؟ اه، يعني ايه شكل حلو ولا يعني؟ لا حلو بس ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ليه يعني؟ عجبك ولا مش عجبك؟ لا عجب دي طب، بس يعني شايفني هم حظة حبيتين؟ لان انا يا حسن مستهلش اسمع منك يعني كلمة حلوة يا بيتو انا مقصر معك ايه، انا طول الوقت بقولك كلمة حلوة بس بقولك ايه، الفصان ده ما تخرجش بيه حتى لو هتيجي عندنا انت فاهمي ولا لا؟ حاضر ما قلنا كده من الاول؟ صح صح، بلاش، بلاش ايه رايك في دي؟ ايه ده؟ ده حلو ايه وارده يوقع كل جبتهم الفلوس اللي محوش هاي اخصى عليك يا حسن، اوقع تقول كده، انا سبت بيت شاطر قوي انا جبتهم المصرف اللي انت بتدهولي كل يوم ماشي، اخدي بها لبسيالي تعالي يا اوزح كده؟ قل بسهلكة ويا حسن اه، 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 انا انا مش عارف اعملها تعال من الحياة الاركس كده لا بحاف يا اوزح يا اوزح يا اوزح تعالي شوف اينات يا لق ليه بت اللي مش عبادك هؤكين؟ انا مش فعير في هل فهم ليه ما عادها هل ما نزل يا بيه ما عالي شوفك النادي يا حملة ايه حاضر حاضر يا موم جاية لها طويلة من تحكي بيه قناعي لها رجل انا مش فاء ويهان انا مش فاء تطور مش فاء موسيقى موسيقى صباح صباح الفل صباح الفل المية صباح الفل العام موسيقى ايه متأخر ولا ايه الله انه بقى اتفرع قطر اتأخر ولا ايجي فما هذا المهم اللي إحنا مستنييني ويكون باي في القطر صباحه صباحه حسن إيه؟ أجاش لسه نقوق إيه ده؟ ما يكون إيه يعني؟ في القطر أجات على القطر يا حسن الدنيا كلها متأخرة بالك هذا يا حسن الدنيا دي عمدة زي القطر شريط لازم تمشي لغاية آخرهم عشان توصل في معادك حبيت بقى تعمل بورم ولا حدي وبغير طريقك ما ينفعش لأنه ساعتها بقى لازم أن حد يساعدك حد يعمل لك تحويلي يفل لك مزلقان إنما تاخد في وشك وتجري كده حتدوس على الناس وتأذي ليرك طول كلام غريب انت سعرف المشكلة في يا خالق إن كل كلامك صح نه الصح ده حسن اللي مصبر خالق سفضك إنت بقى ما الكلام ده هقولي أخبار النتيجة إيه حد كلمك ما راجع لك عشان كده الرجل اسمو عزة كلمتهم من الكلب ومستغسر فيها يا حكي 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 شي يا حكي يا حكي المحل هنا من أحسن محلات الملابس زي ما انت شايفة كده فيلا وزبيني من إليت المجتمع يعني الكلام معاهم بحساب ويا ريت تعرفي هم عايزين إيه وتحاولي تشغالي مخك فاهمة ايو فاهمة يا منام انت اخر مرز تحملتي فيها انت امي براحة الصباح ياريت بعد كده يبقى كل يوم عشان راحتك تبقى حلوة وترش بير فيه بس هادي عشان الزبين ما تدخنش لات كتير مع الزبين ما بحبش يعني تقولي الكلام الصح في الوقت الصح نافر سي نوم مهما كان طلب الزبون حتى لو ما كانش عندنا تخلقيلوا البديل وتبعوهون ما عليش يا مادامنا مؤخدة يعني هو يعني ما فيش حدا هيعلمني يعني عشان أنا عايزها فهم يعني ما تقلقيش هتتعلمي واحدة واحدة مش انتي برضو قلت ان انت عايزة تتعلمي ولا دا كان كلامه بس لا الكلام ايه مادامنا انا من شغله هتعلم كل حاجة وحشرفك انا متعود اسأل عن كل منتك بتشتغل هنا عندي وخصوصا في اخر مكان اشتغلت فيه بس انتي مسألتش عنك عشان قلتيلي الجملة حمستني لكي ياريت تبقى صحة بوعون الله ما خيبش زل بوعون الله انا هعمل كل اللي افتبتي هنا عشان المكان غيري تصريحي تشعرك شوفي البنات بيعملوا ايه وعملي زيهم وبعدين يا عبد المواط ولي قابلين يا رجالي هناك الحساب بالساعة الساعة الضوء تمدي ايدك تاخد فلوسك توتو على كبوتو ايوه صح الساعة بخمسة جنيه ولح السبب تحصل ايه شوفوا المتخلف اللي جاي من مئة سنة خمسة جنيه ايه يا جعر النهاردة الساعة بعشرين وثلاثين يورو يعني تضرب في تسعة عشرة جنيه تعرفوا تضربوا ولا اضربلكوا يا سايد يا بداوي دي تخبت فلوس يا أولاد ايوي بس دي ما كانش مع اي حاج اني كان ليا معاملة خاصة الخواجة بالوتش اللي انا كنت شغال عنده كان بعزيني زي يعنيه ما فاتش كم يوم كده على وصولي لكن ربك بقى بيولف القلوب على بعضيهم ايوتها شيء تلزمه للمكان كان مسؤوليتي يعني ايه اكل شرب كبيات مكارونات بتنجال قلاية كنت لازم اوجدهوله كان يديني الباكو من هنا وما يسأليش عن الباقي برينس والله برينس كان يقولي هلال عليك الباقي عبد الماض ايوي اللغة اللي دي سهل كده تهرشه من اول قاعدة اما ليه اللي جابك لما اللي عيش عينب كده ايه الحرام كان ناس يا بسيوني حرام ايه كفى الله الشعر ايه الولي امراته والبت بيته فاكرين البت وداد الغزية ايوي اللي كان بتيجي المولد مع بنتيه ايوي اللي كانت شبه نادية الجندي كده ايوي ايوي ايه شعر ايه هو جسم ايه ملتهبة ايوي والتانية تقفلي ف اوضاح ساخنة يا بولي ملتهبة ملتهبة ايه وطول ما انا الراح جاي بوس 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 ما تبص قدامك يا والد ما كانتش فيه خشي لما كرهوني في البوس وبعدين رحوا قفشين على بعض اني قلت حرام حرام البوس لا حرام الولية تخسر بنتيه قلت لها بقولك ايه يا اما البوس ده يكون اخوي يا اما هقول لي جوزك ملتهبة جيت وبلغت غفر السواحل مش كده يا بولمعة ايو كان ليه اخل في شورتة المسطحات وبلعكاشني ده متصدقوش يا رجالة ده كان معكوش عكش تحرام زرايب قبل ما روح طاليا ولشين برحت حتة اما له اللي بوس بوس والولية وبيتهي وهللالك يا عبد المعطي والنعمة تلاقي بتوع غفر السواحل اما لك انا بيبسه بس اذاريت منك ليه ده تقوم القرف تلكمش في المقلسة هو ايه هو ايه ايه اربط عم حمادة يا ابو علي يا سيجر تعالى انزل لس انفى عدا عندي شغل عليكزاندرا لازم تطلع يا جرع انزل حط زيت حمادة ايه حبيبي بحيشنا ابو علي ابو علي يا اطبر النهار ده اسمي البش مهندس حسن النتيجة تلعف الكنترولة على اوه عشان كده ابوك عاملك فرح برا بس اللي عاملكم واجب معادكم تانى صاحب تعيش يا صاحب ولا انت تستغل كل خير ابو علي بس انا نفسي بقى تنقل من شغلانة المكانجاة دي نستف المهندسين يا قد شغلة المتنجاة هيا الاصل مفيش مهندس يجي الميناغ لما اصغر مكانجي هو اللي علمه شغلان الصح بقولك ايه في واحد حبيبي شغله في شركة اوفر سيزر ايه رايك نكلمهولك تتعاين تشتغلك سنتين تلاتة تعمل لك شوية فلوس حلوين ولا عم تهج على اوروبة زال ما العال البحرية بيعمله اوفر سيزر ايه واوروبة مين ايوه واسيب البحر اسكندرا دي كلها المين انا حاسها النورس على عد ما يلفوا يتير وسط المراكب لازم يرجعوا يحطوا عالصد تاني والأسهب السد هيموت يالا اوم حتى نشوف ابوه يالا شرباط النورس يا رجالي شرباط النورس الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا رجالة الله يبارك فيك مبروك يا عزيلي ألف ومبروك لحزة الله يبارك فيك عم تولي إلا، هشيني انا ريس الرشيد كل ده ما دام حدي من جوه طمنك يا جدعة يبقى خلاص الطمن كل على الله الله بوصة بوك ريس رشيدي كل ده عامل فرح في نفسه وانتو لسه شفت حاجة دحنا هنعمل أحلى فرح في المينة بقول لك نولني أعلى ورينا رشيدي أيوة زي الزمان بقى سمعوني أحلى بديك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هعرفتك على الرجل ده وامشي على طرح عشان عندي معادي معادي لأ إن دلا دي لأ طبعا وانا مالي اني بنيش عشرني بينك وانت بدين هتعرف ان شاء الله عشان تتجاوز وانا مالي ده طب هو عندي كم سنة تلاتين سنة ما تجاوزت قبل كده عمشاء قبس كان الشباب خمسة وسبعين متر والبقى انت عطي عرفيه لا طب هو عارف انه عارف كل حاجة ومهوه العظيم عارف كل حاجة يو حكيالو على جل حكيالو ماليكي بنتم سنتحك ده ليه شفال بنات عاملين ازاي وقارد وانا لبسي قديم ازاي مالو لبسي انت زاي الامر بعدين اللي عاجبت فيها يشابه الرجالة بشعرها ده انت بقى زاي الامر وانا عماليك شعر يو الله بعرف بناتكي يوه افريدي وشك كده واتحكي صباح الخير انا بصباح النور اهلا واسلام اهلا واسلام اهلا واسلام يا محمود مدين أهلا واسلام اهلا واسلام اهلا تفضّلوا على الذي يدين اهلا تفضّل اهلا تفضّل معلش بقى انا هستاقزانك عشان عندي بعيد بس طب تقليكي معنا شوية ورد قاعد معنا شوية اهلا معلش بقى ورد طب على طول كده شرف مبي جاء شكرا شكلك بتحبية اوى على فكرا ورد دي زاي اختي رباني اخليكو المعن كانت قالتلي إنك معاكي ديبلوم تجارة و حاجة زي كده طيباً معاكي ديبلوم تجارة بس الحقيقة أنا اللي عندي حبيتها ولا فكر تشتغل إيش إيه؟ يعني تقدر تقول إن بحب التطريز والخياطة أكتر أنا حتى المفصلة لدوم دي بجد، زوجك حلوة قوي على فكرة ولأي عليك يعني غير مختلف غير لبس كل البنات الألوان الكتير اللي بلبسوها دي معلش تصوري أنا طلبت قوي قبل ما تيك حبت شربي إيه؟ آآ، ممكن أشب شايداً كي؟ يا بيكتراجع في أن تصحباني وبحها على فين كده تعالا، مش مع معاكي في حلوة تعالا ما أول، يا بيتحيلة، اسمح الكلام بقى بسرعة يا حسن بسرعة يا مجنونة آآ من هنا يا بيتو أخداني على فين؟ تعالا بس كده كده بس تفلي بأي لك بس تفلي بأي لك بس تفلي بأي لك هل انزل تحت؟ انزل انت لأول بس هاي اسم يا بيتو يا بيتو على ماء باعدين كده كده؟ انسي تفلي يا ورد هام يل يل اقفة هنا ادت جابول في المشوردة كله عشان تعاديني هنا؟ وعند يS علي أنا دايمان باجي هنا أعد لواحدي تيجي typically تuar الميت هنا متكفش، الله بالروح الحى يا حسن اعد 아무�avorsوا قيعت祭ك وان راكي لك بس يا سيدي أنا دايمان باجي هنا واخدي لَ demais وقالين يا ربي ترجح للبس هلان وكمان أيام امتحادك كنت باجي هنا واقول يا رب بتنجح يا رب وامادة لتفلص منتا ما ترجعش بالتب Student كده أική بأس إن شرر باتك ماشي استنى تتعمل ايه؟ تنسيت ان انا معاك يقول ايه بات خد مسكي لا قولي الاول انت نفسك في ايه نفسك في ايه نفسك في ايه حسن نفسك في ايه وعلي انا اقولك نفسي في ايه نفسي بالدور ده جديك احلى بتفسك الدراب ارجع كل يوم من شغل تعبان فعملي قتل بأيديك الحنون دول ونسوا يتعبنين كله بعد ما لايكون نعب في بلقون الشبشاء بلقون دي لازم تبقى نبصها انا بحف توقعودي بقى تحكيلي ايه اللي حصل ده هرده والاوض رشيدي قصبلك ايه في البيت رشيدي ميه؟ رشيدي ميه؟ رشيدي ادنينة يا بات يا لحوي انت هاسميه رشيدي؟ اما لا اسميه شو سو هرم عليك يا حسن دعيل صغير ميستحملش ايه المشكلة يا باتة مويا كان اسمه رشيدي هو صغير وكبر بقى اسمه رشيدي ده مرده مفيش حاجة خلاص يا حسن اللي تشوفه ياضي ابي باي ام انت بقى قولي نفسك فين استني انت راحة فين؟ يا بيت بقى برحت رحنا صرفين جريها عمل بعحة يا عمه ده خلاص انا قلت كل انا نفسي فين نفسك في ايه بقى بقى نفسي تقدر معي على طول ايه حسن بس كده هاتي جربتك عند انا لو جدها بعحة ايه؟ الجني ده هفضل معي ليه حسن؟ عشرة مناتين اللي حقيقاتك مش الراحة انا عارف ان البنات تحب الشكورة فانا قررش اجيب معي واحدة ارجاء والله ايه لو البنت اللي هو والدي طبعا طلعت لطيفة هدها لي طبعا طب و لو كنت طلعت مش لطيفة كنت انا اولى طبعا يعني وهي باموت وخرب ديار طبعا طبعا انت عارف انا بحب الشكرات بس الدكتور مناعني عني على فكرة هو مش قاعدة يعني مش في كل الحالات ببقى مضر في حالات مضر وحالات عادي مش ازمة يعني مثل انا هتلاقيني خبرة في موضوع عمراض القلب ده بالذات هو انت كمان لا لا مش انا امامتي كده وخلاتي الاثنين كده وبنت خيالي الصغيرة برضو يعني زي ما تقولي موضوع القلب ده وراسة فالتنا خصوصا البنات كمان رب انايش فيه فامن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عالي مش حاجة كبيرة مزي دور البرد كده وامري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها اي مشاكل اه بس يعني فيه ناس عندهم مشاكل يعني انا مثلا ممنوع عني المجهودة زي ده يعني ماينفعش يكون عندي اولاد ماينفعش يكون عندك اولاد ماينفعش عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالاتي وانا حالتي مايفعش معاه وطبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجة زي دي وعلى فكرة الاطفال مش عند كل الناس حاجة مهمة يعني فيه ناس بزفر مع الاطفال ناس مبتفرقش هو ناس وناية زي حالات وحالات بسهو انا بالنسبالي موضوع الخلف ده مهمة هو انش طبعا انسانة كويسة واكيد ربنا شولك حاجة احسن انت انسانة جميلة وكويسة كفايا يا اطبقى يا حبيبتي عينيك يا قلبي قطع العرس هو امه واقطعت انا كمان خليتك تنزلي عشان تعبليه مكانش غاصدي بوحي معلش شيطان الله حقك علي تعال يا ورد ماذا من غير الشيطان ماذا معضتي ماذا معضتي ماذا معضتي يعني ماذا معضتي ما تقدروا يفعلها؟ هو ما تهمش يا وربي، ما تهمش ده أول مرة دي عيه ده باعلته كلها عيانين زي جاي متفصل ومتطرس جاهز يا وربي وبرضه ما بتعش وانا جاي ما تعملي كدف نفسك حقك عليا، أنا أسف أنا مزعلنة منك يا وربي ومزعلنة منه أنا زعلنة من دوني يا وربي ده أنا من كل حاجة ما ليش يقد فيها ومش هارفة غيرها تبتكري بقى هلأ اللي إيه يغيرها علشان؟ أكيد طبعاً، لكن صدقيني ميت مرة قبل كده قلتلي أكيده ما بيحصلش أي مية واحد هيحصل وممكن لأ كفاية بقى كده يا وربي كفاية قلت أيما أنا من النهاردة مش قابل لجي ربان قدم اللي يتمناني وعوزني بكل ظروفي يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حاج ويحبني بساعة ما ويت على الدنيا وانا شايفك انتي وحسن ما بحسن تكوش والله يا وانا بس أنا نفسي أبا زيكم نفسي قانيتين ما زي عينك لما بتشوفيه نفسي قلبي دوق زي قلبك لما تسمعي اسمه ده صعب؟ لا لا، مش صعب تصدقيني وهيحصل، هيحصل إن شاء الله اه 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 ارتحتي يا أمينا قعدت تزن عليها لحد ما لزلت وراحت، مش كده؟ يا حسن، أبوس إيدك يا أخوي يا أم أغالي عندك وطي حسنك يا حسن أبوك لو سبا حيعملينا حكاية يا حسن، خليه بقى يسمع يومي كسر بيط علينا كلنا كده برضو يا حسن، اغسع بيك يا أمي يا أمينا ما أنت اللي بتسمعاش كلام حد مليون مرض ما نالك، الجواز مش بالعافي ونادي يا دماغة مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها قولوا اللي تقولوه، بس أنا أم، أنا ولي يا حسن وبحس بالولاية أكتر من أي حد ناتي يا بنتي حمفتي لا راحت ولا جد ولا هي زي البنات اللي في سنة حرم عليكم بقى، ناتي صعبان علي قوي يعني هي مش صعبان علي تفتك إن أنا مبسوط إن أنا شايفها قدام علي كده مش عارف عمل لها حاجة مش عارف حتى فراحها، عشان خايف تروح مننا نفراح، وبعد اللي لعت كده، المقدر هو اللي أكتب يا سلم، وتتجوز وانسيبها هتموت بقى تشرع عليها، ما تقولش علاختك كده، إن شاء الله هتعيش ما تقرر بفوقتي؟ لا، ما عميات اللي يا حسن ما بتشوفش يا دنايا نظلة الحسن في عينيها لما ما وهي مسكة فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطة وحد يقولها وقبلك يا عروسة تقطع قلبي يا حسن، نفسي نفسي تشوف الفرحة في عينيها يا ابني وان نفسي تبدل عايشة، مش مستني اللحظة اللي أشوفها بتموت قدام عينيك انت كده تبقى قناني يا حسن، انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب يا محاسن، سيبها هتعيش خلينا افرح، خلي هي كده انت افرح ماشي يا محاسن، ماشي، قبنا سهيلة ان شاء الله لموزح حج صاحبات، تعالي هنا ما تخفيش، ما انت عارف جده الشمال غبيه ما عارف افرح واحد بيلا يا سايكو انا يا دكتور علي ايه اللي عملتوا مع الدكتور سعيد عملت ايه انت مش دكتور يا زواج والدكتور سعيد اقدم منك بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمله كبيرا او التمريض راح قاله كل حاجة وعمل مشكلة دي وقت كان بيصرخ من الوجه مش قادر حوالك صواب عرجه وام المسكينة مش عارفة تعمله اي حاجة وكل ده بسبب الاستاذ الدكتوري اللي كان عايز يخلعباتي انت صاح يا عم علي بس برضو مش من حقق تتدخل في شغل غيرك من لا من حقق تتدخل لما لايه همال بيعرض طفلي زيدان للاصابة تتكرر تاني وتالت وتأثر على نموه لما يكبر من حقق تتدخل لما لايه مجموع الدكتور ممرضين ما عندهمش اي رحمة بعملوا الناس كأنهم صراسيلا مجرد انهم فؤار من حقق تدخل لما شوف معايير المهنة وهي بتتغير احنا بنعالج الناس دكتور مش بنموتهم خلصت اهتاف ايوه خلصت اهتاف متودد متودد مش عايز اكمل في الطب ان شاء الله عليك مكملت انت كل شوية مش عايز مش عايز مش عايز وما درست طب ليه لما انت مش عايز صدفة والله عظيم صدفة اي حد يتعف في العيلة اروح امدهله الدكتور واكون انا المسؤول عن تعب وعن مواعيد الادوية وبعد كده لزقت فيا الدكتور علي راح الدكتور علي كيه وبالصدفة برضو جبت مجموع عالي وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرسته كلها صدفة بصدفة ايو دكتور فهمت؟ انت مش عايز بالبيرة اشرب اشرب عمري بيه مسائل فلم اهلا زاكي اكرم بيه الحمدلله سعدتك ازاي صحة الباشا نهارده تمام ومزاجه كمان تمام الله ينور يا عاكم بنتعلم سعدتك بنتعلم باضي لانك تققلت العيارة عن رجل اول مرادة الباشا كان عايزك تدايق بس مش تجيبله هارتا قدك يامي في المستشفى من سعدت هذا نصيبه بقى سعدتك وزير فاسد في وزارة مهمة زي دي عيكون مصيره ايه غري السجن يا العاية قدينا رحمناه من سجن الحكومة ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم فاسد ايه يا عاقر انت سدقت نفسك وليه وكلنا عارفين ان الرجل كان شايف شغله كويس لو لانه غابي مش اكتر ماهو ده بقى مصير الاغبياء سعدتك طيب نشوفك ورايت بقى اقرى ان شاء الله ونبي عمر بيه قولي الباشا اكرم البدري في خدمتك دايما مع الف سلامة مع السلامة وفضل اي حد يجي يمسح على راسي حسنة سهل اصدنا يتيم ابويا ومي ماتون زمان عشت سايل غريف في بيوت قريبي شهر في بيدة واسبوع في بيدة كانوا بوزوني على بعض بركة وصواب خد اليتيم الشهري ده عندك يمكرم بين عكريمك الاكل بحساب والنوم بحساب حتى اكتنا بحساب وكانوا كلهم اكبر مني كريبة لبس اتكلم اقول اي حاجة اسمح صوت اي حد كانت كانت بتعدى علي ايام بحسن 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 ان صوتي بتسلسل من كرة السجود لغاية بحرفت طريق الورقة والألم وبقيت اكتب واحكي واقولهم عن كل الصمت اللي جواه اه الان ما تعيش عمرك كله تستني يوم تروح بيتك واليوم ده ما اجيش هتعود نفسك انه ملكش بيت تمام 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 بابي ليسوا ليراك طعيلة حبيب قلبي روحت ايه ده جبتي ديني ايه ايديدت انا بتعيب فوتوشوب يوديدت؟ واو حبيب قلبي بابي عبكري وانا معرفش ولا ايه برافو يا مارو طب ايه ليه مامي مش معانا؟ امشوتش مارو بكري بتولع كندلز اللي لانا احنا انت تبس وانت بتولع لها كندلز؟ مو بترضاش بس بابي عارف اني لانا انا بزا عامين قولي يا مارو بتحس بايه لما بتبص لانا انا كده وتبص الملامحها الجميلة دي تحس انها بتبتواعد معي وتكلمني بس ايه مشوفهاش بس لو مامي سابتني اولا كندل واحدة هشوفها عشان كده محطتهاش في الصورة معانا؟ عيس انها مش هزكون معانا خد يا حبيب شاطر اعمل واحدة تانى يلا هشوفها النهاردة صلوية ماما وانتي عمرك في حياتك مولعتلها شامعا يا ترى ناوى تيجي معانا النهاردة ولا زي كل سنة ما انت عارفي اكرم اني مشغولة وعندي معويد النهاردة في الروتر المترجم للقناة 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 أكيد حسنا؟ أكيد حكي بقى حكي عشان ننزل عندي مشاوين لا 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 الله محمد رسول الله خلي بالك على نفسي ماشي ليه كده مشتابتها يا بنتي أنا أسفا والنبي أستاذ واحده والله إنا حاولت أكثر من مرة بس أعمل إيه؟ أنا أول يوم سألتك قلتيني إنك متمكنة وصبرت عليك يوم واثنين وثلاثة ونهاردة رابع يوم أنا مضطر لفصلة من الشغل أسفا إنك هيا يا وصري زوهبا فيه إيه؟ الرواية دي بقالها إسبوع هنا وما طلت تسلم بكرة وهي ما خلصتش حتى ثلاثة ربعة بتاعته إيه القرف ده؟ معلش معلش ولا يهنك أنا هتصرف تعالي معايني هم انتي بالروح واحدة واحدة هو أصلاً عايز يمشيني من الشغل من ساعة ما جيت هنا بها لي إسبوع يبديه لخمسمائة ورقة أعمل فيه معلش بس برضو انتي يا ربان انتي من ساعة ما جيتي وأنا شايفاتي عملا تكتبي بسرعة وكل ما تكتبي بسرعة تغلطي تاني بتجاعة عيدي تاني واحدة واحدة بالروح تعالي معايني يقولك مرة اثنين مشين مع بعض بعض نسابهم ومشي مرة واحد سعيدي تلاله مصباح علاج الدين قال لي شوف بيقلب بك عدك وملك إيديك قطلو قال له أنا عايز كبري من هنا لأمريكي قال له إيه ده؟ شوف لي طالا بس هل من كده شوية قال له خلاص خليلي يقول لي سعيدة قال لي بلدنا يفهموا قال له تعايز الكبري رايح جاي؟ ولا رايح بأس؟ في جودة مرة واحد صعيدي فيه مات مرة كن بلا وقت علاوة عميل بول هات ما لقد خلقواه أن نتعك encontrados النبي ما قلقواهما؟ أليس كنا الم entendeu؟ عندي شغل غاز مسافي ايه بس انا بتاعي خطي معايا انا شبار بسمعان بسهولك ايه اخد الفلوس دي خليه معايا لا لا انا معايا معايا والله بسمعان بسمعان بس الكلام خليه معايا حتى لو انت جايز تحتاجي لحاجة معاياش بس انا مش عايزة فقصاصة حسن انا عايزاك انت معايا يعني محتاجة وجودة الجنبي اوش والله شبار زمن عني ما اتعافى ما فيها وبعدين مجلد متقولش حاجة انا فهمة كل حاجة بس انا خايفة خايفة قوي مش عارفة ايلا هيحسن هيحسن كل خير ان شاء الله ما اخافيك بعدين انا سألت عالدكتور قالولي كويس اوي هو عمالة كتير فما دي لايش اه يا سفوة تتوكل انت عالله شب شبلك وانا هبقى كلمة كطمان ماشي يا اختي وخلي بالك من نفسي تعيلي يا ساحسن بنا معايا ان شاء الله تعالي بس بك بك حاجة تعالي يا شب اماما 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 ان اتقلصي اماما اماما احب Software اناها كويسة مش عرض زيارة حدتك لنا المرات يتأخر اوي ما يتقاليش ان انا تؤخرت اوي للدرجات اللي تشوفه حضرتك تفضل يا باشا اوه اوه تامين دروني قدم شوية وهربوسقي دورك ليه يا فتة اكرم البادر اللي بيلتع بالتلفزيون حنين زكرة يارك يارك اوه صبع الفول يا بلوزع صبع يا بحالي صبع عليكو اخ مشوفش عزوزو النبيك يا حاسم متحذرش يا اخي يا عم ابهارج معاك غير هدو مكان لا عايز اخراجك شوية لا يا بعمل مش كتر اخروج انت يا اخي انا يا تعال نيزي نشوف البحر حبستك لين اليهاردي بش تنفعك يا عم انا مبسود بالحبسة انا مبسود بالحبسة اخرج انت انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز اوه حسد خد اقولي ما اقولك ايه متعرفش مين البيت اللي كانت وقفت نهاردة بتتفرج عليها في الكلوس وانا بلعب الكلوس وبيت بيت مين عزوز بيت زي الجمر يا حسد دي عليها جوز عمو ولا دحكتها يا بوش دحكتها علي وجوي يا وجوي لا ما شفتهاش المرة الجهة بقولها يوه هو انت الواحد ما يخدش منك اي كلمة يا خوعة تبشيلي كتكوت يعد اللي على دماغي اوه اوه وضح ان انتو جبتو حاجات جديدة احنا كلنا في خدمة ساعتك ذكرة مع الباشا هنين تاني ماي ماي ماما معاملوا ادع حضرتك من موكليكش ندو بطاق دج جديدة اوكي بيانا ها ودع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 يدخل كده بطوله وعرضه يا أختي كل نسون الحتة قبل ما نتعم يتهبلوا عليه وأنا بقى كنت أمشي جمه وهو هم أنجزني كان لما يميل علي كده ويغشوشني ما أقول لكيش الدنيا وما فيها أحسوا صوتوا كنت أحسوا أنا جنبه أن أنا أن أنا ست الستات كانوا كل نسوان تهدى في كوم وأنا في كوم تاني تذكر جدته حين كانت تطلب منه العودة لأمه حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجده وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو حتى أن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كل ما أقبل عليهم وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده لا 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 اسمح لي يا دكتور جلال مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إيهان لا سمحت يا دكتور مفيش حد هنا ضدك الإيهان إن أنا أتعب واشتغل من فضلك ديني فرسيتي إن أعوضى حد للمهزلة دي هو مايتكلمش ليه أدم حضرتك بتسوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله مهزلة صباح أخير صباح أخير يا حسن إزاي؟ زيك يا دكتور إيه ده ده تهريك بقى يعني طالب زي ده بيعمل إيه هنا وإيه نقطه بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه حسن أنت كنت موجود في مكتب الدكتورة عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه ده إيه دكتور كنت موجود فاكر التطبيق ده كان عن إيه؟ يعني أه متهالي إنه كان عايز يزود الباور للنظام معين وفاكر رد فعل الدكتور عزت إيه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل بس دكتور الموضوع بسيط يعني أكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته أو كان يعني يزيد الموضوع بسيط بسيطة عزتارك هذا يثق من البلاد يزيد الموضوع بسيطة يزيد الموضوع بسيطة يزيد الموضوع بسيطة عزت أولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا ساكر يا رب على ملك يا حسن والله وحشني يا حسن والله يخليك انا عايز معلقة واحدة بس ماشي مالك وفينك الدنيا مش شغلة عن محمود والشاء ما برحمش حد الدنيا ما بتشغلش حد عن رب الا ونسة الانسان عن نفسه بس انا في ديئة في ديئة كبيرة ايو نعارضة حصل الموقف صعبة جدا في رجل خير وبغراني افضلوا علي قد كده انا نعارضة شهادت عليها وحاس ان ارد ديته في ستين داي مش عارف ده صح ولا غلط شهادة حق يا حسن؟ طبعا عن محموده ما ليه؟ ظلامة حق يبقى مفيش بس بص يا حسن يا ابني اسمي الحق اسمي من اسماء ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي هو ابطال عليك مفيش حد غيره عارف يا حسن الراجل ده ربنا حطه في زكتك وصخره ليك عندك حق يا عم محمود بس انا خاف خصوة الدنيا دي دلوقتي صعبة تلاقي حد بيساعد حد وزيب انا دلوقتي بيقول ده جزات اللي انا عملت معاه كده وقفت جنبي وساعدته خايف عليه ولا على المنفع اللي جاية من ورايا حسن؟ مجدبش عليك يا راجل ده انا كنت بنتيك العليل المضخرة الخطوة اللي بخطيها معاه بتعديني سنين اللي قدام وانا مش قادر اراجع للصفر داري تعبت يا عم محمود لو خايف انه يضيع منك ربنا حسخلق غيره في سكتك يا حسن روح له ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشاهدتك ديه هيوا يا ابني نجيته من ظلمه نفسه ونجيت غيره روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني ولا تزعل يا والد ايه يعني قفشوك والبلاد كلاتها بتلسن عليك هي يعني بلدنا دي كان حليلتها حاجة غريل الكلام ولا فاها حاجة بتستخبت الناس هساوي بعيد عنك وبعيد عني ليه؟ مدينة رجعت لها تانية هو يا ابني معلش خراف غيره وبعدان ده انت تحمد ربي ديه انه لجاج بالسلامة الحمد لله خش اي عادة عم سيد ايه يا ابواطي اللي اقول لي يا عم سيد هي مين البيت اللي كان بتشتري من البقال اللي قدامك انا يا بيت دي يا قل البلد خلفتك كلها يا بنا البيت الحلوة دي اللي كانت ربطة منديل أحمر وبالأمرة جات لك هنا وديتك تفاحة ايه وكمان نقرت التفاحة يا ابواطي وبتسأله بقى اصلي كنت عايز قطم التفاحة هي 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 علي أنا يا والي ايه يا عم سيد انت يا ودي يا جن ياللي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير ولو طارت تنزل على جدر قابتها من عينك اللي تتدب فيها ارصاصة ديه انت بتقول ليه يا والي انت يا والي طلاص يا عم سيد بص قدامك وكمل اللي اللي بتلعرفها حلو الشاي أم سيد يا عم سيد يا عم سيد الايه يا عم سيد مش هتقول لي مين البيت دي بتسلعع البت يا والي بيت بيت فاطلة بنت بسلح الفكهة دي والختم الشريفة؟ البيت القمر دي بنت بسلح المصدي دي راجل مسوط زيا فكهته يا والي تحسلت كده يا والي انها نطى شيطان يا والي في عاليتهم ما تلب من نفسك يا عم سيد والبت دي فاضية ولا مشبوكة؟ على قد علمي كده والي إنها فاضية وانت مالك إنت هتسأل إذا كانت فاضية ولا مش فاضية إنت حيالتك إنا عطمي عشان تفزي إذا كانت فاضية ولا مش فاضية خلص يا عم سيد خلي بوقك حلو كمل للعبة جتك البلي يا دكتوني يا والي يا بسيوني يا بسيوني واد يا بسيوني أنا يا حسن أنا هتعمل معي كده بعد كل اللي عملته عشانك يا دكتور أنا مكنش فاهم حاجة أنا كنت بحاول بس يعني بتحاول إيه؟ انت مالك أصلاً تدخل إيه في اللي مالكش فيه؟ أنا ما تدخلتش في حاجة يا دكتور أنا لما أكلمني ما كنتش عارف هو عايزني في إيه؟ لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك طبعاً الوقت يكلمك في التليفون وتفهم معاك على قرشين عشان تعمله تمثيلية رخيصة تشوه بيها سمعاتي لأ لما أخذ بقى يا دكتور أنا ما أقبلش الإهانة مش حصل رشيد ليش هتزور على حد إنساها خالصاً النتيجة لسه معتوا مادتش ولو أعدت في الكلية سبع سنين غير اللي أعدتهم برضو مش هتبقى باش مهندس هتترمل في الشارع ومن غير شهدان ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للإهانة يبقى إيه؟ ليه يا دكتور وأنا عملت إيه عشان كل ده؟ اللفندي ده يتاخد تعملهم محضر تعدي ويتسحب كرنيهو وما يخشش الكلية تاني تعدي وأنا جيت جنبك يا دكتور برع واللي إنت عملته؟ يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو صبحت من غير إيهانة أنا ما عملتش حاجة وما كنتش عارب محمود عايزني في إيه غلما وصلت هناك أنا كل اللي عملته شهدت باللي أنا شوفته مش عارب شهادتك دي ما تخصناش سواء كانت حقيقة وزور أنا اللي عايزة يا فندم زور إيه؟ أنا شهدت شهادة حق هاش هتزور عالدكتور عزة ليه؟ ده أفضل ومغرقاني ما تقطعليش وأنا ما تكلم قلتلك شهادتك دي ما تخصناش أنت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها عملت إيه بعدها؟ تعديك بالضربة على الدكتور عزة جوه مكتبه ضرب؟ ضرب مين؟ ده أنا دوبك صوتي عالي عليه فجأة لقيت الأمن دخلين عليها بثانية يا فندم أنا ما عملتش حاجة والله العظيم ما عملت حاجة أنا رحت الدكتور عزة فعلا بس عشان أعرف أنا عملت إيه غلط فيه شهود للواقعة دي شافوك وأنت تتعدى عليه بالضرب ده غير شهادة أمن الكلية اللي لولة تدخلهم كان مين يا عالم بقى؟ كنت هتعمل فيه إيه تاني؟ شهود مين وأمن إيه؟ أنا ما عملتش حاجة ده أنا عادت خمس إزاق جوه ومشيت حسب الله نعمل وكيل موسيقى تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه أمن الكلية ومنوع من التواجد داخل الحرم الجامعي بأي صورة من الصور وذلك بعد الاتباع على المواد مئة وتماليين ومئة واحدة وتماليين كمية رقمت أسعار جديد موسيقى وعلى مجز التأديل الذي أعطى لك بلتك المساعدة خليها إيه أنا أورص فينك عنداشك؟ يا عمروز إيه؟ إنت كبرت علينا بقى بعد بخدت الشهادة بقى لا بقى عمروز بس عند صداعي فرع ديناب هو عتقولي الصداع ده من الوضوط أيوة إنت متربي هنا فاكر لما كنت أخذك عند عمك ملاك يا أم تسوق إيه ما تسطح فوق الكبينة؟ يا سبان باع بردة سبان كنت أحب أطلع في القطرة وشوف الدنيا من فوق أفرج جناحات زي النورس وحس الأواء شايلني الفوق بس بعد وقعت القطرة خلاص قلت وقعت البحر أهود والنورس لمفع شبع تبعيد عن المالح طيب قولي تحب تسوق دلوقت يا وروح أكلم لك عن مكملاتك؟ يا ما سوقت يا ما سوقت وما وصلتش لحاجة عم ردة ما أقولها كده خلاص؟ أشابير العمر دي كلها تروح على الأرض؟ لا أكيد مش ممكن كل مشكلة وليها حل بس بس مسألة وقت مش أكتر والحكاية تتزبط أنا ما كانش تعبسيني وبس يا عجوز لبست كم قطر ببعض كدير يا رشيدي دي يا عبدالرش جريد إزايا؟ إزايا يا رشيدي؟ بتاعي تودل تودل والله وليك وحشة أنا قلت بقى جاي أسأل عليك أدامين تقليل الأصل وابتسألش على حب لا يا عبدالعمرك زعب واجب يا رشيدي بقى مناسبة الواجب إيه هو ما أعمل لك كوباية شاي تقعدل دماغك مصبوط تمام ما إنت عامل إيه بقى؟ أنا كويس بس تصدق يا جمعة قطك الدايقة دي بقى هتتعليك يا راجل طب إيه رأيك بقى إن قطي الدايقة اللي مش عجبك دي ألف من يتمناها يا سلام ومستني إيه يا خي ادهالهم ادهالهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح بقى لك إنت إنت عارف إن تليمش عجبك القودة بتاعتي دي وشايفها ديقة؟ علشان بفهم لا بلاش علاقة بالفهم لإن ما زالت الفهم دي فيها شك حكاية مختصر لإنك إنت اتربيت في الميناء وخدتها البحر والسماء وإنت خدت على إيه؟ على الأطمان الحديد؟ والقطورة؟ والقوضة المترين في مترين اللي إنت فاتحها السبيل لكل من هب ودب؟ يا أخي لجع بيكو بقى يا أخي ما لك يا رجيدي؟ لو إنت قلبك واسع شوية بس حتشوف الأوضة اللي قدامك دي على مد بصرك ولما إنت قلبك واسع قوي كده وحنية مدلكش على أخدك والله عندك حق عملي أيامين؟ زعلانة منك وأخد على أخدها وأخدك كبرة اللي محتاجة بيسأل عليها ده أنت مفكرتش إيهات المرة تيجتشرب معها كباية شاي ولا تقول لها كم حلم أرى إيه كبرة؟ ده أنت بوك وصاق عليها أبن ميني وبعدين يا أخي أنت خلاص؟ ما لكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن؟ لا الواد إيه؟ اسمه الباش مهندس حسن يسلمت أمك يا جمعة هي دي الكلمة اللي ريف سأسمحها الباش مهندس حسن بسيطة إيه الباش مهندس حسن فكر زمان ولا قبل ما دخلت الميناء؟ كان رئيس العتالين لازم يسأل النفر من ميناء إنت مين وأصلك إيه وفصلك إيه؟ وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك أي مشكلة يرجع للكبير بتاعه ساعتها جاني وسأل قلت لنا النفر اللي قدامك وما فيش حد أبدا في ظهر تاعت قولي أنا عارف الدماغ دي اللي تستهل الكس ساعتها كنت فكر إنها عيبة إنك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك دلوقتي بقى نفسها لف اسكندرية كلها وأقول أنا أبو الباش مهندس حسن رقبت بتكبر رقبته وإنت بتبقى من قيمته لكن كل اللي حلمت بيه وأنا عاية حاستني إنه هرب مني وعشان لكن ربنا حق أروي في الوضع محمد لله إن شاء الله ربنا حيصدودار أعزم أصدي إذنك مهندس حسن محمد للذي محمد للذي كنت عايز أفكر ساعتك بمعدل إغانت بتعني رهين هاني معلشان شششششششش دي فضي الله شويه وأحق يعني أفهم من ساعتك إنك مش ناوي تروح واضح إن ساعتك بقالك كتير ما جيتش إلي تقريباً من بعد المهندسين بتاعنا ما بدأوا يجددوا في الكنيسة بعد ما كانت مكان مهبور طول ما أحس إن أنا نيجس يا صالح أقدرش أجي مكان طاهر زي دا فشرت لا مش فشرت دي لا قصده إن ساعتك تشاره في أي مكان تدخله وبالرغم من كده عمري ما حسيت إنه بيترودني مني بالعكس بحس إنه بيقولي بيكلمني شخصياً ويقولي مش مهم يا أكرم إنك نجس المهم إن المكان دا طاهر فعلاً أنا دخلت الكازا كنيسة قبل كده بس ولا كنيسة لها نفس الروح المخيمة على المكان دا ما عاشان ماما الله يرحمك يا ماما عارف صالح زمان ونطف صغير لما كنت أزعل من حاجة كانت تجيبني هنا هون ونولع شمعة ونقعد بالتلات أربع ساعات ما بننطقش ولا كي لحد ما ننسى أساساً السبب اللي كان نزعل وأروح البيت وأنا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت حاولت أجي المكان دا بس ما قدرتش ما عارفتش يا سابي جريت جاري على قطي ولميت كل الشامع اللي في البيت وولعت كله على أمل إنها ترجع تاني بس بس ما رجعتش بس بيتني الواحدة في الدنيا دي الواحدة خالص يا صاح ماما في الجنة دا أكيد دا أكيد نعرف دا المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد بحس إنها حولي جانبي كده بحس بنفسها بشمي ريحتها أخبار التبرعات إيه يا سابي تبرعات إيه؟ نعم التبرعات تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية تمامي يا أكسلانت أنا عملت لساعدتك ليست مفصلة لكل جمعية بالأرقام كله هيكمي زي ما ساعدتك عايز بالضبط بس في حاجة كده عايز أكلم ساعدتك فيها يا قلتلك مليون ألف مرة ما ينفعش يا صالح تخيل معي ساعدتك؟ أكرم البدري رجل الأعمال المسلم يتبرع بمئات الألوف للكنائس والجمعيات الخيرية المسيحية هايضيف هايضيف لساعدتك كتير أنا بعمل كل ده عشان خطر ماما قبل عشان أحس اللي رودها روحها راضي عليها وابتدعين لا أحاول ولا قوة تاين لله طبعا خير يا راس جمعة طبعا خلها بايومي امسك عزي امسك تشكريني بايومي ملتزا حاسا بزا تسيب نفسك كده الغاد ما تروح منك وبينسك فرهاتك رب والمصحف ولا لمسته يعني أنا هعمل كده يا خالة أنا هيدوبك صوتي عال عليه فاجأ لقيت الأمن حولي بيعملوا المحضر تعدي ولاقيت نفسي مفصول مفصول يعني ايه يعني برا يعني ولا حاج يعني كل السين اللي فاتت دي ترمت كده على الأرض قلها خلنا حاسا نفكة بوس مقلب ده مطيق حاس شواء الناس تيجي تقول لي فوقك حاسح لما نهرج معه بس بارجع بفوق أشوف اللي بيحصل بكله بيات طب ما تشتكي يا حاسا اه اشتكيه كبر ولا صغر أستاذ من ضمن الأسات ذا اللي ده رسولك ما هواش أكبر واحد يعني ولا فيدي كل حاج اشتكي ميلا ولك محضر التعدي الكاتب من غير منطب ولا كريم بس أنا عالف ورهي المؤس وإيده طايلة والناس كلها بتقول سبع سنين بحر فعر بالدوني عش ارجع مكاني كما كنت حتة مكان جي مرمي فعر مرمي كتب حسنا اللي صحيح مقولت ليش اللي انتي هببتي ده حبيبتي ايف يا اللي مده مش تكتني في حاجة التفس يا فقرية اللي رجعتين الراجل يعني كنت عايزان عاملاني راجل ما عرفوش يديني 200 جنيب توع ايه بتوع انك سماحل قباها زي ده بتوع انه هو باشا وبيقدر بيمتك وإن أساساً المتين جيني دولت مايكوش حاجة بكوام الفلوس اللي عنده أكيد نهم بالضبط بريزة فضة في جيبك المصد جابة إيه بيتة يا حنان أولا خذتهم من جيبك يا أختي ودي ترملو شوف برضا كلبك بدل ما تشكريني على النصيحة طب حميدي ربك بقى أن المدامة شفت كيش بتي عارفة لو كانت شافتة كانت قطعت خبرك ناو النابي مش مصدقاني؟ يا بيتة ده أكرم البدري عارفة عني أكرم البدري ولما هو أكرم البدري يبصت الواحدة زي بتاعت إيه؟ وواحدنا مفهمتهاش غير حاجة معينة وأظن واضحة بالنسبالك زي الشمس فأسطري بقى وحلي عن نفوخي ها ها ده أنت خيالك راحني بعيد قوي وسراحتي لا يا زوزة ده طبس يا حبابتي وعشان تبقي فاهم اللي زي أكرم البدري ده عينه مليانة وعنده من كافي وزيادة يعني أساساً ولا هو شايفني ولا شايفك افهميها بقى كده يا حلوة عشان تستريحي لا أفهمها كويس ده أنا عارفة إحنا هقالي كتير قوي من ما هيعدوا على النهان عشان كده رجعت له فلسة أخايا ربنا جعلني سبب عشان يفرح رجل الشاقه هنا أربعين سنة بويا شغال في الميناء على أمل أن نبنا بقى مهندسة بسمتك مش حرامة؟ دايش نفسك؟ دايش نفسك يا معالي؟ محدش عارف شركة ربنا سبحانه وتعالى عرضتلك الخير في الشرق؟ ممكن أخايا طب أنا هحكي لك حدود زمان كان فيه راجل ملك ملك ده كان بيخرج للصيد هو أستاذه اللي رباه وأعلمه أصول الحكم وفي رحلة صيد حصلت لهم حادثة زهيارة كده اتقاطع فيها أسبوع الملك ملك نقم على العيشة وزهد في الحياة وفتكر إن حيات المتهد في اللحظة دي أستاذه قال له لا الحياة مش كده الحياة أوسع كدير قوي من مبرر الحادثة حصلت لك قزم تغل بتهني وتعيش وتستغل وتعيش حياتك فحلال ملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد وفي يوم خرج في رحلة صيد لوحده قابلوه ناس كفره مايعرفوش ربنا بيعبضوا الأصنام خرجين يدوروا على الراجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبضوه أول ما شافه الملك قاله هو ده اللي يدفعه خدوه قبل ما يضحوا بيه قدام الصنم بتاعه بصوا فينه كده له أسبوع الماضي قالوا معهم يعني هنقدم قربان للهليه راجل معيوب بتسع صواب سابق ساعتها بس الملك عارف أن الحادثة الصغيرة دي كان الباب دي اللي اتفتح لحياته مباد في عمر قولوا لها كان أجر الده يعني ربنا اداني موصيبة دي عشان اتجيني من حاجة وبيطر مش كده طب ليه وإيه الغلط في الهندسة ولا إيه الغلط إن أنا عايز أفرح الراجل الشايال ده وبسيط مش خلط ولا حاجة حسن أنا عايز أقوله لك ولو علمتم الغيب ولاختارتم الواقع ومين عارف يا أخي مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطة الخير في حلمك إنت مش في حلم أبوك أنا حلم النبوي يا برادي عني ومبسوط مش عايزك كتب من كده وإنت يا حسن ما فكرتش من اللي حيبسطني يا حما أنا مش عايز حد يبسطني والله ما عايز حد يبسطني لأنه ندعى أبوه يا أمي بالدنيا ولا عليها كلها يا خادي لا حدش أل حاجة يا حسن استغفى الله الحسين انت ناويت أول أبوك منفعش طبعا تقوله إيه ده يروح فيها بس اللي خافت منه من أسر جاعة كلمونه ونقوله خلي حسن يجينا بالورق بالشهادة نا ما في الشهادة أبوك ده على أهل الغاج ما تشوف لنا صرفه شوفتك خالي الورطة اللي أنا فيها انت ناويت تعمل إيه والله ما عارف إخي بشكلها كده ما فيش قدامك رحلة من اللي كي ما زور شهادة يا حميز الملك بتاعك أروح أقطع صباح موسيقى 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 صباح صباح الخير إزاي الحمد لله تعالي عمي براهيم موسيقى ترس الحمد لله على السلامة راكل نجس يا ابن السرمة يا ابن السرمة يا ابن السرمة يا نجس يا عم إبراهيم خوش حاضر تعال يا ابراهيم ركب لي الباب عالقود حاضر حاضر أكد لي عالقود حاضر ألا بتعمل ايه يا بيت يا ذكرى يعني هكون بعمل ايه يا ام بنركبه باب أحي أهو باب مردود شر مطرود رايحة تشتري باب يا عين أمك طب يا اختي كنت اشتريتي هتتغسالة ومتيكي بدل ادي أمك اللي باشت غسالة؟ مش لما ده بننضافه من جوا انا بننضافه هدومنا يلا يا عم إبراهيم شاه حاضر اصبت ذكره ما قلت غسالة بقى خلاص تعال اتعال اعمل مقموس تفد السكى فشي؟ بكرا أحملها معاك رأب انت مجنون في حدي يكلم حدي السعر بعد دوما أه احكيلي عمل تيمن غيري أقلت فاتم تحبك البتي هي شكلها في تحبك نعم تحبين عايز تتجوزها؟ لا طبعا لا هي ولا غيرها وأساسا فكرة الجواز كلها مش في دمالي أحسن يا لها تتجوز ليه؟ عارف يعني الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض لا كلام أفلام الناس بتتجوز عشان تضمن منها لما تموت ما تريش لوحدها يبقى في حد جنبها يا سلام الأنانية دي دي مش قبلة دا حقيقة يا علي لا تحب حد أو ترتبط بحد أذن لازم فدق يروح وياخد روحك معها تبتتكلم على ايه؟ ميت عن الموت ولا عن الحب الموت في الحب ما كترتبط بحد أول تحبه قوي الفاجئة يجي الموت وياخده منك تحايل الموت ما بيستناش حد بيجي فاجئة بياخد أي حد بتحبه أول ما بتحبوش بياما ناس تجوزت ودا فاني تقيلها وهم لسه عايشين عايشين نيتيني علي أنا مش فاهم حاجة ولا عني بتتلهم حاجة انت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص سعيكم عارف انت هتفهم انت لما تحب اما عملالك شوية شاية حسوكة يستهلوا بقك عنا تسلم ايديك يا اما حسوكة تسلم يا حبيبي يا حسن مالك مش عوايدك يا طناي في المعادة بتبقى يا اما في السيرك مع صاحبك يا اما في المينة عاد يا اما زهقت تغيير يعني زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالك تتغير اما التغيير مش روحش برضو بس انت فيه جواك حاجة ومخبيه عن امك حبيبتك المينة مش كده مش عارف اقولك ايه 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 ام ابويا وكل ما يشوف خلقتي يقطمني عايز نمش واسيب المينة باي شكل مش عارف ليه ما لش يا حسن ابوك يا دنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدق يا ستي ما انا عارف بس حطي اي حد مكاني ياما المينة دي انا تربيت فيها اللي عبيت اللي ركبتها وفكتها من انا صغير انا حشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد امشي النهاردة واطمع في شغلانة تانية لا اله الا الله هو حيز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان الله طب ما انا معايا يا شغلانة اروح ادور على حاجة تانية ليه يا حسن يا دنايا ابوك ضاهره نحانة من شغل المينة وشقي وتعب ياما ما انا قلت له مليون مرة يبطل شغلي بقى ورايح نفسه كله واحد بياخد نصيبه يا دنايا ونصيب انه هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره وهتقول له كده حسن يقص علي لا يا اختي ما تخديش مش اقول له ما انت اخرى عاملة زيه ما كفية على المكان الليل النهار ما فيش مرة تقول لي يا حسن تعال وديني السرك يا حسن الا بالحق ما توديني السرك يا حسن يا حسن يا دنايا ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا كل زميله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينة بس عيال كسر بقى مش من الحلاحة كده زيك ما معامش شهادات عالية زيك يا حبيبي نفسه ومونة عينه يقف في وسط المينة كده ويقول بعلوة حسه انا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد كتير عليه ده يا حسن لا يا انا مش كتير عليه بس في حاجة تانية بقى يا ابن بطني ما خبيها عني مش عايز تقولها لهم مكحبتك صح بسراح امه كده صلي في حاجة كده عايز اطلبها منك بس في حاجة تخدميني ولا عيني يا حبيبي ماليش معك بتين جيني تعالي بس انا مهرج معك باختبرك بتشوفك اتطلع مها جدع ولا لأ يا حضرتي العوم بابنك حيني ده حدفني بستافن دي ايه دي ايه انا اصاقي حرام عليك يا فاطني حتفضل مدوخاني لحد قيمتي انت عايز مني ايه يا جدع انت أنا مش جدع، أنا جدع بس أنا عايز أقولك كلمتين حسك حلو قوي يا فاطني بيسحر كده ويلبش الجد هو إيه ده يعني؟ الله، قوليها تاني كده أنت عارفها يا فاطني؟ أنا شفت كتير وقليل لما كنت في أطاليا نسوان وحرين يشايبوا شعر الظلبات بس وربنا، شوفي وربنا أنا عمري ما شفت في حلوتك ولا في جمالك ولا في سحر عيسك فاطني؟ أنا بحبك يا فاطني بحبك وعايز أتجوزك يا فاطني يا متة إتي وقعت على وداني كنت صغيرة ولا إيه؟ ما تقولك أمي شاني اللي بقول في الحاجات دي عبد المعطي عبد المعطي؟ إيه كمان عارفة إيه اسمي؟ طيب أنا عايز أقولك كلمتين كده من اللي في نفسي نوحيك إيه؟ وبقولهم لابو يا بردك هقولهم لابوك إيه؟ مسلح المصدي دي هقوله وحشتني وعايز أبوسك من بوقك بقيه النيلة دي يا ساتير صباح الخير يا أبطان صباح الخير حاسم أنا عندي عطل في التربينة الرأسية هوكي هبلغ الشركة فوراً شكراً صباح الخير يا برد صباح الخير قلبت عليك الدنيا لحد ما ملقتك هنا مالك يا حسن؟ مالك برده ما فيش حاجة نزال فوراً فيه حسن؟ فيه يا حسن حكيلي بحكيليك إيه ما فيش حاجة يعني لو في حاجة يبقى مش شكل عادية مش عايز زوجة على دماغك بس مفيش حاجة بتي إيه اللي بيخليك تقولي كده كرا يا حسن؟ هو أنا غريبة عليك يا حسن أنا ورد انت بتقعد معي وبتبقى مش معي خالص دماغك في حدة تانية في إيه بقى؟ انت في حاجة جواكم خبيها نعم خبي يا ورد ما فيش حاجة أنا كله تمام؟ قولي لأنت يا أخبرك إيه؟ أنا تمام الحمد لله عمد محرم خلاص التأصر وقال إنه هيجي من كتير قوي كمان أسبوعين وهي فرصة هيتقعد وتتكلمون مع بعض بقى أمر خلاص يا حسن طب كويس خير إن شاء الله انا كنت بحسبك هتبقى مبسوطة كتير من كده؟ أنا أكيد فرحان طبعاً بس آم أنا أتشاف إن إحنا نأجل شوية أحسن بيه حسن؟ قابل يا ورد يعني لكت عايز تضبط شوية حاجات يعني إنه بقى مرتاحين إنه بقى منتجوز يبقى مفيش مشاكل كل حاجة بشي كويس يعني ما انت خالص إن شاء الله عزت تخرج راسمي هو والشغل بتاع القاهرة إن شاء الله يجيلك بعدين يا سجي حتى لو مجيش انت شغل في المينة في إيه بقى إيه مشكلة دلوقتي؟ يا ورد مفيش حاجة حاجات عادية أو لازل تتضبط خلاص بقى يا ورد قلت يا حسن قلت شوف قلت في قطعتي وأقولت إيه غلط في حاجة بينك وبين شوء يا حسن أنت في حاجة بينك وبينها صح؟ شوء؟ أيها شوء يا حسن أنا شفتك أنت وهي وأنتو عميين تتكلموا مع بعضها حسلم وقلت لها نفس الكلام يا حسن قلت لها أن أنت هتتضبط أمورك معها الأول صح؟ شو ميني وعبيت أنت مصدقة اللي أنت بتقوليه؟ يا بنت أنت وانت في غنك في قلب يا حمارة ده فاهمني أنت أنا فضلت كتير قوي قاعدة وسكتة ومستنى يقول هيفاهمني هيفاهمني ولا نطعت ولا وانت حاجة يا حسن فيها بينك وبين نسمع الشهودين ده حتى تجوزنا أنا مستأجله يا حسن يا بنت ايدي؟ يا بنت ايدي أفهمك على كل حاجة؟ بس كونه بقوانة ايه دي بقى؟ شوء ميني يا عبيتة أنت؟ تعالي تعالي يا عبيتة تعالي شوء يا أبلا تعالي والنبي يا دكتور أيوة جال الدكتور أمشير بسرعة والنبي يا دكتور فضل اليوم أنا عندي باية رسية أيوة وبعمل إقرار عليك وعشان يكمل لازم حد من الدكاترة اللي هنا يكشفوا عليها ويحاولوني أعمل تحليل واخد التحليلات دي كلها وديها الإدارة ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليها يا دكتور واحد قال أنا ما بكشفش عليك عشان أنا بكشف على الطوارئ والتاني سبني ومشي وخرجني برا وقالي أنا خلصنا بطشيتي خلاص وأنا مشوار بعيد يا دكتور وعشان أكمل كده لازم أجي تاني عشان أخد القرار حاضر يا حاجة انت استني شوية ده مش تخصصي بس حاجة علي الحمد لله الحمد لله شي حاجة بي دكتور الستة الطيبة دي عايزة أسماتي حاليل وعايزة بس دي علي عندي برافت مع الدكتور سعيد وانتعرف ما برحمش في التاخذ إن شاء الله مش هتتأخر عشرة باي بص بص هاي عايزة إيه بس عايزة قرية علي انت مش مجرم مستشفى وكما أنا مش منحكت ولا مش قول أستنى أرجوك أنا عايزة أشي لا منحقق أقولك كده وأنا منحقق عمشي أشوف اللي وراي لا مش منحقق منحققت علجة الستة دي بالعيني مش من بايت أهلك علي من بايت أهلي فيها أنا قاتل هلا مخيانوا قدوم العينين وليه الصد الطيبة دي عايزة أسماتي حاليل وعايزة أي حد يكشف عليها وأنا خلصت ولازم همشي عندي برافت مع دكتور سعيد ممسكا مستاس شوف الستة عايزة إيه لو مشت برئيزة حوالك التعييد تفضل حضر يا دكتور تفضل يا حجة السلامة يا أمي السلامة عندي برافت مع الدكتور علي نعم أنا عايزة تغيريه كل ده الزيتي هنا والأورج هناك ذكرى ذكرى تعالي هنا مالك مش مركزة لي أنا شايفكي من بدري في حاجة حصلت بقى خالص يا مدهم بس أنا أعزف عني ممكن أكون سراحة أولى حاجة خلي بالك من شغلك أنا عرفت اللي حصل مع أكرم بيه كنت فاكراني مش عارف بس أنا مقصاتش حاجة أنا بس لتفاجئت أنا ملاقيته ممتين جني فاولت يمكن مش واخت برون ممتين ليه؟ عمرك ما شفت حد مع فلوسه نازيح؟ ولا كنت فاكراها يديكي خمسة جنيه زي الزباين بتاعة المحلات إياها اللي أنت جاية منها لماذا أنا عم أصدتش حاجة؟ أنا ما عرفش إلا حسن أنا لقيتني جاريه وراه وبرجعه لفلوسه بس ونما ما أقصت حاجة معدي كده تحسي لاني دي اللي تزوق بس بعد الموقف ده أنا شايفة أنك أمينة وعايزة تستمر في المكان يعني حدايك مزدع لنا مني؟ شوفي شغلك ولما يحصل موقف زي ده ما تسترفيش من دماغي ترجعيلي في الأول حاضر حاضري منا حاضر أما نشوف هتفضلي على أمانتك دي لغاية إمتى شوفي شغلك لا طبعا مش مجدد انتظرهم بفيد بس في فتح الباب قدام إعادة النظر في الإجراءات مش تغيلها يا حسن ما ده المطلوب يا متر نفتح باب الإجراءات من تاني أول حاجة نتيجة الكنترول حتى لا بوش معتمدة تثبت إن أنا حضرت الامتحانات وما تخلفتش حسن تاني حاجة محضر التعدي المتلفق ده إحنا ممكن نعيد النظر فيه والتشكيك في أمره يا حسن يا حسن نفهم الموضوع مش بالبساطة اللي إنت متخيلها إنت مش مفصولة عشان خاطر يتخلفت على نتيجة الامتحان علشان تفتكري إن نتيجة الكنترول هتبرأك إنت مفصولة عشان خاطر محضر التعدي وده ما ينفعش فيه عادة النظر وده إجراء مبطور يعني مفيش شهود نجري وراه واحد ضرب واحد وفيه شهود على كده خلصت أيها بس دول شهود زور شهود زور وعشان كده المحضر ما فيهوش صغرات عارف لو فيه شهود حق كنا قديرنا نشتغل عليه يعني يعني شهادة الحق بتموت وشهادة الزور هي اللي بتنجي ندمان يا حسن ندمان؟ ندمان عليه انك شدي بالحق مع المعينة لا طبعا أنا ما ندمش لو جيبت حق أحد بس هموت لو معرتش أجيب حق أنا طبعا يا حسن ما تهلقش أنا هرفع عضية على الدكتور عزة وعلى رئيس القسم بصفته بشخصه وعلى عميدة كلية كمان بصفته بشخصه عشان كلهم وقعوا قرار الفصل التعصفي عليك وده مجرد إجراءة تخويفه وطب ويحصوا حابه فيه وده الإجراءة الوحيد اللي قدر أعمله في الوقت الحالي ماشا يا فانك والنعمة لقول لهم قاعد انت هنا مروأ على الآخر دعم روح الله فيه يا عم قاعد بله أبقال قاعد بله أبقال قاعد يا زيك إيه اللي جابك النارد؟ مش إجازة أو إيه؟ نازلونا طوارئ يا عم عشان مركب واحد من الكوبر طلعه ولازم وراها يخلص الخط مالي برده أبو أعمل مشاكل مع العتلين قريط الحوار الرئيس راشيدي فشورل معرفش أبنوب ولا ابنه وحياتك ساعة على طوب الأرض عايز نمش واسيب الميناء قاعدتلك يا صاحبي انت اللي مش عايز تسافر يا ابن السافر اروح فيه يا زيكاً لو سبت البحر هموت عارف يعنيه البحر ده حلم تاني حلم ملوش اول من اخر لو عشيته هتتسجن فيه بردك مهما يعمل فيك مش تزعل منه حتى لو زعلت منه هرجع راضيك تاني ولو فرحت بيزودلك فرحيتك نزمه تهول بس مشكلة يا زيكاً لغدار ممكن يحوللك كل حاجة لنوة في غمضة عينه وربنا بوك عنده حق انت البحر جنينك صح يا زيكا انا البحر جنيني فعلا يلا 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 صباحوا اشتركوا في القناة 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 اشترك بارد ما تشحل شوية مشاكلة وتعدي وأبقى أحكيلي كمان اتا مش عايز تحكيلي يعنيك مني عبيضة زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني مجرم مقصود طب لا حيات حسن عندي مبيبق قصتي الله انت عبنت فهي يا بيت ان عمر مسايلت منه لا انا عارفة انت بتعمل كده عشان انصحبان عليك بس والله العزيز يا حسن انا اللي بعرف أكل ولا نام ولا أشرب ولا اعمل اي حاجة طول من انت كده متضايق حتى حسن عنيك مبقيتش صافية زي الأول وانا متأكدة كما انت لما بتقول تضحك بتضحك كده بس عشان انا بقى مفسوطا ما تزعنيش انني بيحقك علي يا بتي مفيش حاجة أبطيك شوية مشاكلة ورقة بتاعك كلية على الاعفاء بتاعت الكيش يا بيت شوية مشاكلة وتخلص وخلاص مفيش حاجة يعني انت يعني يعني انت يعني ما انت زعلام عشان عشان يعني شكت فيك في الموضوع شوق شوق يا بيت شوق مين يا بيت انا عناها ما بتشوفش غيرك انت ومات الكلام على كده خلاص يعني انت خلاص بجد ما انت زعلام يا بيت انا اصلا مش زعلام منك والله بيت اشتركوا في رأس موسيقى 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 أهلي اللي عايشين يحلاموا يشوفوني مهندس أقول لهم إيه؟ أقول لأبويا إيه؟ انت عارف اللي حصل ده معنى إيه؟ فاهم يا حال لا باش فاهم انت الفاهم هتشوف لي حال وهتشوف لي حال دلوقتي كمان باش الحال هو أحد إن انت أطرد الدكتور بتاعك ده؟ يعني إيه؟ عايز نروح له؟ الزجاجة روحتول قبل كده وطردني ومالبعد ما رفعت عليه القضايا هيعمل معي إيه؟ هو لازم دلوقتي أعصابه تكون هدية وهي قدر يعيش معاك الموضوع وهتوصل له الحل بقول لك يا ابني انت مش هتخسر أكثر من انت خسرته؟ كرب وشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا ابني انت مش هتخسر التلعب بخليك في قرطك إنت خليك في قرطك بخليك في قرطك بخليك في قرطك بقول لك إيه؟ بما فيجي مكاني يمكن المكان ده غرط يلعي يا ابني بيش أيوا أكيد هقابلك هناك إحنا ما بقيناش نتقابل إلا في المنسبة ده بخليك بخليك شعر وإحنا مش معاد لأمنا جي بيز يا مامي عايزان ما فاب شوية مش هينفع كده هو ايه اللي مش هينفع كده انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت وانت عارف ان عنده ترينين بكر الصبح طب ده ترينين بكر الصبح احنا النهاردة بالليل وبعدين انا من الحقيق قعد مع ابني شوية انا ما بشفوش يلا يا مارو اتبت تعال شوية مارو نسمع كلام مامي يلا تشرب معي درينك درينك طب انا عندي فكرة تانية احلى بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجة اوحك تيه مش دي فكرة احلى هم؟ للاسف حبيبي عندي شغل بكر ان شاء الله بايا روحي وانت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل علي انت حيخليني ارجع في موقفك وانا برضو هتنزل على القضايا وفي الاخر برضو انت مش استفيد حاجة هتنزل عني يا حبيبي متاخر قوي وبعدين هذو طولك يا حبيبي يقوم وقف وانت بتكلمني قوم اسمع بابا اللي انا عملته معاك ده مجرد قرشة ودني قلت اسيبك كده يومين تا لا تتفكر يمكن العقل يرجع لها في دماغك داني وتعرف حاجة الغلط اللي انت عملته ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقوفي هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت تخركت لمجرد انك نجحت بعين النتيجة لسه تحت ايدي وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد بحمود عشان تتحداني بيه واغلطت لما فكرت تروحي بحاكم انا مروحتش بحاكم يا دكتور انا مروحتش بحاكم انا مش عايز حاجة غير حقي وبس انت ملكش اي حق افضل انت اساسا ما دخلتش قليت هندسة انت مجرد عملت المحاولة وفشل والفشلة من امثالك بنتهو عندي هنا انا مش فوق انت بتاع معاك ده ليه؟ انت مفيش مرة طلبت مني حاجة غل ما بعملها لك على طول انا بكلمك مستقبلي عارف عن ايه مستقبلي مستقبلي يا لا المثال بيقولك لما ريح تكون اعلى منك لازم تتطالها وحسن راسيلي ما بيطاتش لحد لا حطات وحيخسنك اكتر من كده لو مغورتش من قدامي دلوقت اغول اروح فين انا اغول اروح فين؟ بتكلم مين؟ انا كلمش حاجة انت مرد سانة حلوة يا جميل 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 سنة حلوة يا إبين سنة حلوة يا جميل تحب توض مع مادام إبين طبعا خير في حاجة آه بصراحة كنت محنوقة شوية عشان كده عديت عليك وقلت مش هعرف يا كدامك في التريفون اه قولي أصلا علي أولوبنا كانوا بتكلم معي مبارح بيقولوا لي هو أنتم متخنقين فقلت لهم لأ إحنا أصدق أنا وإنت آه أصلا هم بصراحة بيقضوا سألوا كده سألة غريبة جداً يعني كانوا بيقلوا لي هو أنت ودكتور علي في حاجة ما بينكم وأنا أصلا فيه تاتش بيني وبين لوبنا من فترة يعني هي بني قدمة سخيفة جداً وبتوقت تقول الكلام كده هايف ومالوش آية لازمة أنا سخيفة أصلا إحنا آخر اتنين ممكن لناس تتكلم عنهم إحنا ما بنقعدش أصلا قعد لا ما أنا هروح عشان مصايبة القسم الواحدة يعني إذنك وقروا الفتحة لابو العباس اسكندرية يا أجل عنا إيه يا بيتان يا أخي إيه يا أمي جمعة بدندن بلاشة دندن يعني؟ لا اسمه دندنة لا اسمه عايزي من الجدين الدندنة وكلو حديبسك العودة دندن ماشي التارية يا علالية يا عمي جمعة براحتك التارية مش أحسن من الهم والغم والقرف اللي إحنا عايشين فيه؟ يا بيت أنا قلبي عليك الدندنة اللي إنتي مسميها دندنة دي هتزود الهم والغم اللي إنتي تشتكي منه شوف نعم يا بنتي العود ده خلق تاني من خلق ربنا أنت więksнения سعيق ليggго السود من مش عين بس السوداء بس لقطة الله عزيم يعني هي يحيي الميت حارات علي وعلى سنين السوداء عود إيا يا عمي جمعة ليحيي الميت أي Iímي جمعة لأعميم يعني يحيي ويحيي لييه؟ سيبوا نايموا من التحف طربته دروا الباق علينا إحنا اللي عملنه كنطت ملك ودة دي للرسيف ده ملك قطر اللي طال عدا للقتر اللي نازل ده ماش لاقيين حتى التراب يحنوا عليناibt Wrestling اخش عليك يا بنت وعم جمعة راح فيه لا انت الخير والبركة كلها يا عم جمعة ربنا يخليك ليه يا رب بس انا عايز اعرف يعني هو اللي زيك في الدنيا ده قد ايه واحد اتنين يا عم جمعة الناس من كترة همهم من ناسي والتيب واللي فيهم واحنا احنا شغالين مرمطون خدامين عند اللي يسوا اللي ما يسواش لا لا ما دويش كده فيش حد يا بنتي خدامة عند حد كلنا بنخدم بعض واللي بتقدمين النهاردة باليمين بيغضي على البقر بالشمال وفي الاخر الحكايات كلها اللقمة تعيش قصدك اللقمة المر الدونك اللي احنا نتفح مش كده الله انت معبية يا وجه قرم الحامل يا بنتي على صاحب الحامل اللي خلقه واقسمه على داري خلقه واقف لاحظة اشتغل من ربنا الخلق من كده ورمنا في الدنيا وخلاص واني نروح وكلف بعض لا قبل من ادخلت اكتوب على كل واحد فينا ساعته مش هايو سيب الادم من هنا بقى بيستقرب افتغطو العمر يدور على ساعته بس وبيل اه ميلا اشيان لانه مبيرداش ميفتغل اه مستن مستنظر اهي من اهي ايسي اسمه امتن امتن فاهمني يا عمام صلحي عمام صلحي قلت ايه يا عمام صلحي قلت في ايه في ايه يا ابني انت بقى لك ساعتين عمال بتلغي كده بتقولي في حواديد مانيش فاهم منها ايوتها حاجة هو ايه المطلوب بالزبط ماني جايلك في الكلام يا عمام صلحي اللي فد كله كان مقدمي بسيطي طب يا ريت تخش في صلب الموضوع على طول من غير لفه ودوراني يا عمام صلحي اني 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 نويت اكمل نص ديني ومش هلاقي ناسة باحسن منكو اكمل به نصه وانتو كمان مش هتلاود مكارة مؤسول زيه نقرأ الفتحة فتحت ايه يا ابني وقفلت ايه الكلام في الموضوع ده يا ابني لازم مهتاخدش اقفش كده مش لازم الاول نعرف انت لو تشتغل ايه بعد سفريتك اللي خير بتدي واجيت منها زي مروحك يا عمام صلحي دي بلد لتاتة ومرهومش غير الكلام اضحك عليك يعني واقولك ان اني اللي رجعت لا اني اتعكشت زي ما بيقولوا اقول نصيبي كده اعمل ايه اقعد هنا بقى ولا اشتغل ولا اعمل ايه يعني تشتغل هنا طبعا بس يعني هتشتغل في ايه في الجلة نعم هو ايه اللي نعم هتعمل فيها معلق رياضي مش عارف في الجلة ايش عال ان انت مزارع عارفها يا ابني عارفها ايه بس يعني هتشتغل ايه في الجلة هتلمها منورة المهيم واصدرها كمان اخوي عبدالعال بقولي انها شوالانا حلوة قوي في اطاليا ونفسك معانا بقى نفسي بس يا ابني هو ما بسش انت يا راجل يا سكار انت ما بسش ولا اي حاجة اني جاي وقصد خير وبنتكم مش ابهدلها معاي ومعدين ما تعتلش هم كافة لوازم شئ الجواز انا عايز فطنه ببقجة هدومها وان ما عايز بقجة تجي بهدومها في ايه بس القصول بتقول ان لازم الحاجة والديتك تيحضر كل الكلام ده عشان يبقى الكلام على نور امي لازما يعني ايوة لازما واللي فيه الخير يقدمه ربنا ماشي حبيبك انا عمام صلحي ماشي ياسي ايه اصالتر ما شفتني تعال او تعال اي دكتور انت اللي زعلان ده انا اللي مفروض ازعل علي انا قلت الصراحة انت ما بتفهمش وابتعرفش تتكلم يا اخي الاساس ان دي حاجة ما تزعلش ايه اللي زعل انا قلت لك الصراحة فكر في اللي قلت وعلي وغير من نفسك يا اخي حاضر يا دكتور اغير من نفسي اشرب ايه اي حاجة حشطة بيها يا سايكو اثنين بيه لكم اعيب الاساس ما تخلي بقى الف سلامة بقى من حسابك المرة الجاية ان الحلاقة غلط يا رئيس رشيدي يا ابو حسن سلام عليكم عم عطية وعليكم السلام ما تتفضل تنورني حبة في الدكان اهد بركة وليتكلموا مع بعض كلمتين لا معلش اصلي ادماري مجهول احبتين يا راجل دول كلمتين وي بس احنا المعروف موصول ما بيننا من زمان اخارش بس الشطالة الله يخرب بيته هو اللي حشر نفسه ما بيننا في النص ما اشتنى اللي بني ادم عطية لما يحود عن الصح ومايفكرش اللي في نفسه بس الصح برضا انك تعافل في مصرحتي تاني هنرجع نعيده تاني يا عطية تاني وتالت وبالهداوة هيعمل اي يعني حت الدور الزيادة في بيت زي ده عافي ومتينة لا هيعمل كتير يا عطية هيجيب علي البيت ده واطية وساعتها مش هنلاقي لا نصيب في لمنا ولا مكان ده اذا خرجنا اساسا من تحت العمقار ولا ما قلت لك شي مش هانا روحت الحي وقابلتك برموهندس هناك اللي تطمن يا صلى عطية البيت اللي انتم فيه ده يستحمل اساساته سليمة وكمانا وروح بيد ليه ما الراجل صاحب البيت الزيادة نفسه مش بمانع طبعا مش بمانع ما انت لو رميت له قرشين هيجري عليهم زي الكلب لانه مش عايش معانا في البيت مش هيتطربق على دماغهم انت بحموه قوي كده ليه انا عايش افهم انت ورسو انت حيالله زيك زي واخذلك فيه مضرح بالإيجار انا لحد الوقتي مش هايز اعمل حاجة دايقك مراعي العشرة والجيرة ما تسعنيش منك رشيدي لحسن انا لما بازعل بازعل ماشي يا عطية انا عايزك بقى ترمي العشرة والجيرة دي وارضاهرك ماشي وقسما عظما طوبة واحدة هتتحط فوق البيت ده انا هوريك انا هعمل فيدي ايه ماشي يومين اللي فاتوا قطعت جزء كبير في كتابتي للرواية بس بعد ما بصيت على اللي كتابته ما حستهوش ما عجبنيش فحزفتوا كل مش هنا المشكلة المشكلة فات البنت دي بتتعامل معايا كأنها حقيقة من حقايا حياتي انت عارف؟ لو طلبت مني طلب وقلت لها مقدرش او طلبت ان نخرج معاها واعتذرت بتحسسني ان جزءها اللي سايبها تمشي في الشارع لوحدها وسط المتحرشين البنت دي هتقفلني من فكرة الجواز عموما انا صاحبي لا فالح في جواز ولا فتب ولا فكتاب ولا فحاجة خاص تفالح في الراجل انتزالت مني ليه؟ علي ما كون مستعد ان اتكلم هالين بتكلم علي حاضر 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 اكرم مع مارو ومعي حتى مع نفسك حاضر 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 بس هي بقى للأسف بحس كتير او انها واقفة بعيد لوحدها الدنيا كلها بتتغير من حواليها زي ما هي تمنت بالزبط حاضر ومع ذلك مش عاوزة تخش بجد مفيش حاجة ببلاش يا اما نبقى على قد مسئولية اللي احنا عاوزينه يا اما نبقى على قد مسئولية يا اما نبقى النهوز نبقى على قد مسئولية الواحد لما بيصدق فى حاجة قوي وبات يحلم بيه ما بيشوفش نفسه في غراء ابدا وبتبقى خلاص كل دنيته بيحلم ويفكر ويتحرك على اساسها يعمل إيه لو اضطرت منها وبص لقى نفسه فجأة فتونية تانية معرفهاش ولا عارف مخبيه له إيه يعمل إيه يلا الله حكم واللي كان كان أبو علي صباح الفل صباح الفل يا رايس وشك ولا وش الأمر كنت مدي كلمة مبرح شكلك ولا جريدتها تسيح لنا في المينة على الصبح ولا إيه خلاص يا عام انزلي أهلا لابعد فل صباحه صباحه أهلا أنا قلت إن الحقوق هنا قبل ما تزوغ لما أنا عارفك مش هنعرف نجبوك من حتة را تختفي فيها خير في إيه خير إن شاء الله ربنا رضي على المينة يا حسن الرجل بتاع شركة الباترون خلمني في التليفون وبيقول لي عايزك تروح لو بالورق بعد يومين أخيرا حلمي هيتحقق يا رب مهم طب كويس الحمدلله ايه مالك في أية إلا مالي مفيش حاجistol لازل حكناك كده مش مبسوط دانا قلت اول مهنيجي ونقول لك الخبر ده وهو تخطين من الفرح وتنطى مفيش حاجة حاجة طب يقى اه هو الراجل ده ما قلكش مع الله متحانات اختبارات متحانات ايه واختبارات ايه هو عيزك تروح زي ما انت كدة بعبلك خلاص انت تفطيرلك التكة وتتعين اه هو مش عيز منك حاجته خاصة He metcuffl بكل حاجة الحمد لله الحمد لله ايه شكلك كده زي ما تكون غير ترائب لا خالص يا حاج غير رائب ايه انا بس يعني باوزنة في دماغي شوي هي دي محتاجة مزان بولك يا حاج صلي بينا عن نبي عليه الصلاة والسلام انا شغال في المينة دي بقى لي عشر سنين الواد زيك اكلملي حد في الاهيق هتعاين على كدر مهندسين تاني يا حاج اسمعني بس يا حاج اسمعني مش بس كده عارف مرتبة يبقى كام مرتبة ايه تاني مينة يا حسن هو انا كنت بقىش اواجري عليك امرد لايه لما حافل عشان خاطر اخليلك ايما في المينة دي عشان انت تفضل عايش في الطين ده هنا يعني يا تفرق ايه مهندس هنا ولا هناك ما كل واحد يا حاج تفرق تفرق عندنا يا اخي مش عايزك تفضل هنا في المينة وانت ما انت تشايفي المهندسين يعني بيعملوا ايه بقى لهم ايه اللي بقى له عشر سنين اللي بقى له عشرين سنة اتخدوا ايه في الاخر زي ما هم يا ابني اللي بيدخوا للمينة دي بيخرج منها على ظاهره مهندس بقى عتال عش هتفرق كلمة وحطها في حقلك الفرصة لما هتجيلك مرة مش هتجيلك تانينا بدا خلاص بقى اللي عايزه عملهولك ما تدقش نفسي وماشا عندش هو مامي الله ايه ولا الله ايه ولا الله يا اتنا اصدر بي يا الله اوكي تشاو تيكيت يا نور هاي مال مامي فين مامي فوق مع مارو بيلعب مع بعض محمد الله على السلامة الله يسلمك مكنش مثافره يعني دا الكوافر ممممممممممممم الكوافر مكنتش عرف ان الكوافر بيتأخر قوي كده متأخرتش انت اللي ما انزلتش which is very weird طب كويس والله انك واخد بالك اني بحاول اعمل حاجة مختلفة انا باخد بالي من كل حاجة اكربه عارف ودي اكتر حاجة بحبها فيك بعرفك لما بتكذب علي أنا أكذب على التولية دي كلها لكن عالك انت لها واضح انك انت سايقة كان الشبك مفتوح فيه كم شعره يا تارو عشان كده عمرتهم انهم يجيبوا لك العربية اللي كان نفسك فيها وباللون اللي انت عايزاه وبسواء عشان شعرك ميترش داني ساعة واحدة وهتلايا قدام باب البيت حبك بقى حتة عربية مش ده اللي انت عايزاه لأ أنا عايزك انت عايز اهتمامك زم اما كانش بيعادي ساعتين إيه لو تسأل علي دلوقتي كل واحد بينام فينا ظهره للتاني ما بقيتش تسمعني إلا لو باطلق منك حاجة ولا تكلمني إلا عشان تقولي لأ أنا مش عاوز حاجة أنا عايزك انت يا أكرم عايزك جنبي زي زمان ما بطلق يا كابه هرموت بالجوع حاضر يا باعلي جاي هتاكل أحلى سمك فيك أسكندريا دلوقتي ممينشوك 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 خش علينا بالمجر أي خدمة يا باعلي حبيبك أبو تسلم ايديك يا مكبو ممينشوك واضحين تتجي هنا كتير بيطوبسين بيك قو يا باش مهندس وليه بيطوبة وانا هفق في اسكندريا ولا ايه وابا هتقول كده انت سيدي الناس كلها تفكر انا باكل اهو بروحظ انت انفرمت السمك حاضر يا حسن بروح عارف يا حسن؟ انا بتسافر باعد افكر كده في الام الحلوة اللي احنا قطناها مع بعدي ديت ونفس افضل عيشة فيها طول العمر يا بيت ما تفكرين الايام دي هترجع وتتعد تاني بجد؟ تفتكر يا حسن؟ طبعا هار انا مش عايز لكتخافي عمر الخوف والقلق ما هيغيره حاجة ما انت عرف يا حسن طول عمري الواحد انت اللي عوضني عن حنيت الاول